الإنجيل كما دونه لوقة المسيح في هذا الإنجيل هو ابن الإنسان مخلص العالم أجمع وفيه يتولى لوقة الإلمام بكثير من التفاصيل حول حياة يسوع على الأرض فينفرد بتدوين بعض الحقائق والأحداث والأمثال مركزا على أن المسيح والإنسان الكامل والطبيب الشافي الساعي وراء الهالكين ليخلصهم ينطلق هذا الإنجيل من الحديث عن ولادة المسيح وطفولته إلى تتبع خدمته منذ بدايتها وينتهي بالكلام عن آلامه وموته وقيامته وسعوده ومما يلفت النظر أن لوقة يولي تعليم المسيح بالأمثال اهتماما خاصا الأصحاح الأول لما كان كثيرون قد أقدموا على تدوين قصة في الأحداث التي تمت بيننا كما سلمها إلينا أولئك الذين كانوا من البداية شهود عيام ثم صاروا خداما للكلمة رأيت أنا أيضا بعدما تفحصت كل شيء من أول الأمر تفحصا دقيقا أن أكتبها إليك مرتبة يا صاحب السمو ثاوفيلوس لتتأكد لك صحة الكلام الذي تلقيته كان في زمن هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة آبية وزوجته من نسل هارون واسمها ألي صابات وكان كلاهما بارين أمام الله يسلكان وفقا لوصايا الرب وأحكامه كلها بغير لوم ولكن لم يكن لهما ولد إذ كانت ألي صابات عاكرا وكلاهما قد تقدما في السن كثيرا وبينما كان زكريا يؤدي خدمته الكهنوتية أمام الله في دور فرقته وقعت عليه الكرعة التي ألقيت حسب عادة الكهنوت ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور وكان جمهور الشعب جميعا يصلون خارجا في وقت إحراك البخور فظهر له ملاك من عند الرب واقفا عن يمين مذبح البخور فاضطرب زكريا لما رآه واستول عليه الخوف فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وزوجتك الإصابات ستلد لك ابنا وأنت تسميه يوحنا ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته وسوف يكون عظيما أمام الرب ولا يشرب خمرا ولا مسكرا ويمتلئ بالروح الكدس وهو بعد في بطن أمه ويرد كثيرين من بن إسرائيل إلى الرب إلههم فيتقدم أمامه وله روح إيلية وقدرته ليرد قلوب الآباء إلى الأولاد والعصاط إلى حكمة الأبرار ليهيئ للرب شعبا معدا فسأل زكريا الملاك بما يتأكد لي هذا فأنا شيخ كبير وزوجتي متقدمة في السن فأجابه الملاك أنا جبرائيل الواقف أمام الله وقد أرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا وها أنت ستبقى صامتا لا تستطيع الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه هذا لأنك لم تصدق كلامي وهو سيتم في حينه وكان الشعب منتظرين زكريا وهم متعجبون من تأخره داخل الهيكل ولكنه لما خرج لم يقدر أن يكلمهم فأدركوا أنه رأى رؤية داخل الهيكل فأخذ يشير لهم وظل أخرص ولما أتم أيام خدمته رجع إلى بيته وبعد تلك الأيام حبلت ألي صابات زوجته فكتمت أمرها خمسة أشهر قائلة هكذا فعل الرب بي في الأيام التي فيها نظر إلي لينزع عن العار من بين الناس وفي شهرها السادس أرسل الملاك جبرايل من قبل الله إلى مدينة بالجليل اسمها الناصرة إلى عضراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود واسم العضراء مريم فدخل الملاك وقال لها سلام أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت بين النساء فاضطربت لكلام الملاك وسألت نفسها معسى أن تكون هذه التحية فقال لها الملاك لا تخاف يا مريم فإنك قد نلت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع إنه يكون عظيما وابن العلي يدعى ويمنحه الرب الإله عرش داود أبيه فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولن يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يحدث هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجابها الملاك الروح الكدس يأتي عليك وقدرة العلي تظللك لذلك أيضا فالكدوس المولود منك يدعى ابن الله وها هي نسيبتك الإصابات أيضا قد حبلت بابن في سنها المتقدمة وهذا هو الشهر السادس لتلك التي كانت تدعى عاقرا فليس لدى الله وعد يستحيل عليه إتمامه فقالت مريم ها أنا عبدة الرب ليكن لي كما تقول ثم انصرف الملاك من عندها وفي تلك الأيام قامت مريم وذهبت مسرعة إلى الجبال قاصدة إلى مدينة من مدن يهوذا فدخلت بيت زكريا وسلمت على ألي صابات ولما سمعت ألي صابات سلام مريم كفز الجنين داخل بطنها وامتلأت ألي صابات من الروح الكدس وهتفت بصوت عال قائلة مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك فمن أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي فإنهما إن وقع صوت سلامك في أذني حتى كفز الجنين ابتهاجا في بطني فطوب للتي آمنت أنه سيتم ما قيل لها من قبل الرب فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي فإنه نظر إلى تواضع عبدته وها إن جميع الأجيال من الآن فصاعدا سوف تطوبني فإن القدير قد فعل بي أمورا عظيمة كدوس اسمه ورحمته للذين يتكونه جيلا بعد جيل عمل بذراعه قوة شتت المتكبرين في نيات قلوبهم أنزل المقتدرين عن عروشهم ورفع المتواضعين أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين أعان إسرائيل فتاه متذكرا الرحمة كما تكلم إلى آبائنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد وأقامت مريم عند ألي صابات نحو ثلاثة أشهر ثم رجعت إلى بيتها وأما ألي صابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا وسمع جيرانها وأقاربها أن الرب أفاض رحمته عليها ففرحوا معها وفي اليوم الثامن حضروا ليختنوا الولد وكادوا يسمونه زكريا على اسم أبيه ولكن أمه قالت لا بل يسم يوحن فقالوا لها ليس في عشيرتك أحد تسمى بهذا الإسم وأشار الأبيه ماذا يريد أن يسمى فطلبا لوحا وكتب فيه اسمه يوحن فتعجبوا جميعا وانفتح فم زكريا في الحال وانطلق لسانه فتكلم مباركا الله فاستولى الخوف على جميع الساكنين في جوارهم وصارت هذه الأمور موضوع الحديث في جبال اليهودية كلها وكان جميع السامعين يضعونها في قلوبهم قائلين ترى ماذا سيصير هذا الطفل فقد كانت يد الرب معه وامتلأ زكريا أبوه من الروح الكدس فتنبأ قائلا تبارك الرب إله إسرائيل لأنه تفقد شعبه وعمل له فداءا وأقام لنا كرن خلاص في بيت داود فتاة كما تكلم بلسان أنبيائه الكديسين الذين جاءوا منذ القديم خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغدين ليتم الرحمة نحو آبائنا ويتذكر عهده المقدس ذلك القسم الذي أقسم لإبراهيم أبينا فأن يمنحنا بعد تخليصنا من أيدي أعدائنا أن نعبده بلا خوف بقداسة وبر أمامه طوال حياتنا وأنت أيها الطفل سوف تدعى نبي العلي لأنك ستتقدم أمام الرب لتعدى طرقه لتعطي شعبه المعرفة بأن الخلاص هو بمغفرة خطاياهم بفضل عواطف الرحمة لدى إلهنا تلك التي تفقدنا بها الفجر المشرك من العلاء ليضيء على القابعين في الظلام وظل الموت ويهدي خطان في طريق السلام وكان الطفل ينمو ويتكوى بالروح وأقام في البرار إلى يوم ظهوره لإسرائيل الأصحاح الثاني وفي ذلك الزمان أصدر القيصر أغسطس مرسوما يقضي بإحصاء سكان الإمبراطورية وقد تم هذا الإحصاء الأول عندما كان كيرينيوس حاكما لسوريا فذهب الجميع ليتسجلوا كل واحد إلى بلدته وصعد يوسف أيضا من مدينة الناصرة بمنطقة الجليل إلى مدينة داود مدعوة بيت لحم بمنطقة اليهودية لأنه كان من بيت داود وعشيرته ليتسجل هناك مع مريم المخطوبة له وهي حبلة وبينما كان هناك تم زمانها لتلد فولدت ابنها البكر ولفته بقماط وأنامته في مزود إذ لم يكن لهما متسع في المنزل وكان في تلك المنطقة رعاة يبيتون في العراء يتناوبون حراسة قطيعهم في الليل وإذا ملاك من عند الرب كالظهر لهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا أشد الخوف فقال لهم الملاك لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يعم الشعب كله فقد ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه هي العلامة لكم تجدون طفلا ملفوفا بقماط ونائما في مذود وفجأة ظهر مع الملاك جمهور من الجند السماوي يسبحون الله قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس البهجة ولما انصرف الملائكة عن الرعاة إلى السماء قال بعضهم لبعض لنذهب إذن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الذي حدث وقد أعلمنا به الرب وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل نائما في المذود فلما رأوا ذلك أخذوا يخبرون بما قيل لهم بخصوص هذا الطفل وجميع الذين سمعوا بذلك دهشوا مما قاله لهم الرعاة وأما مريم فكانت تحفظ هذه الأمور جميعا وتتأملها في قلبها ثم رجع الرعاة يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم ولما تمت ثمانية أيام ليختنى الطفل سمي يسوع كما كان كتسمي بلسان الملاك قبل أن يحبل به في البطن ثم لما تمت الأيام لتطهيرها حسب شريعة موسى صعدا به إلى أورشليم ليقدماه إلى الرب كما كتب في شريعة الرب كل بكر من الذكور يدعى كدسا للرب وليقدما ذبيحة كما يوصى في شريعة الرب زوجي يمام أو فرخي حمام وكان في أورشليم رجل اسمه سمعان وهو رجل بار تقي ينتظر العزاء لإسرائيل وكان الروح الكدس عليه وكان الروح الكدس قد أوحي إليه أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب وقد جاء إلى الهيكل بدافع من الروح فلما أحضر الأبوان الطفل يسوع ليقدما عنه ما سن في الشريعة حمله على ذراعيه وبارك الله وقال أيها السيد الآن تطلق عبدك بسلام حسب وعدك فإن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي هيأته لتقدمه إلى الشعوب كلها نورا هداية للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل وكان أبوه وأمه يتعجبان من هذا الكلام الذي قيل فيه فباركهما سمعان وقال لمريم أم الطفل ها إن هذا الطفل كتجعل لسقوط كثيرين وقيام كثيرين في إسرائيل وآية تقاوم حتى أنت سيخترك نفسك سيف لكي تنكشف نيات قلوب كثيرة وكانت هناك نبيت هي حنة بنت فنؤيل من صبت آشير وهي متقدمة في السن وكانت قد عاشت مع زوجها سبع سنين بعد عضراويتها وهي أرملة نحو أربع وثمانين سنة لم تكن تفارق الهيكل وكانت تتعبد ليلا ونهارا بالصوم والدعاء فإذ حضرت في تلك الساعة أخذت تسبح الرب وتتحدث عن يسوع مع جميع الذين كانوا ينتظرون فداء في أورشاليم وبعد إتمام كل ما تقتديه شريعة الرب رجعوا إلى مدينته من ناصر بالجليل وكان الطفل ينمو ويتقوى ممتلئا حكمة وكانت نعمة الله عليه وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشاليم في عيد الفصح فلما بلغ سن الثانية عشر صعدوا إلى أورشاليم كالعاد في العيد وبعد انتهاء أيام العيد رجعا وبقى الصبي يسوع في أورشاليم وهما لا يعلمان ولكنهما إذ ظناه بين الرفاق صارا مسيرة يوم واحد ثم أخذا يبحثان عنه بين الأقارب والمعارف ولما لم يجداه رجعا إلى أورشاليم يبحثان عنه وبعد ثلاثة أيام وجداه في الهيكل جالسا وسط المعلمين يستمع إليهم ويطرح عليهم الأسئلة وجميع الذين سمعوه ذهلوا من فهمه وأجوبته فلما رأياه دهشا وقالت له أمه يا بني لماذا عملت بنا هكذا فقد كنا أبوك وأنا نبحث عنك متضايقين فأجابهما لماذا كنتما تبحثان عني ألم تعلم أن علي أن أكون فيما يخص أبي فلم يفهما ما قاله لهما ثم نزل معهما ورجع إلى الناصر وكان خاضعا لهما وكانت أمه تحفظ هذه الأمور كلها في قلبها أما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة وفي النعمة عند الله والناس الأصحاح الثالث وفي السنة الخامسة عشر من ملك القيصر تيباريوس حين كان بونتيوس بيلاتوس حاكما على منطقة اليهودية وهيرودوس حاكم ربع على الجليل وأخوه فيلبوس حاكم ربع على إيتورية وأقليمي تراخونيتس وليسانيوس حاكم ربع على الأبلية في زمان رئاسة حنان وقيافة للكهنة كانت كلمة الله على يوحن بن زكريا وهو في البرية فانطلق إلى جميع النواحي المحيطة بنهر الأردن ينادي بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا كما كتب في كتاب أكوال النبي إشعياء صوت مناد في البرية أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة كل واد سيردم وكل جبل وتل سيخفض وتصير الأماكن الملتوية مستقيمة والأماكن الوعرة تركا مستوية فيقصر كل بشر الخلاص الإلهي فقد كان يقول للجموع الذين خرجوا إليه ليتعمدوا على يده يا أولاد الأفاعي من أنظركم لتهربوا من الغضب الآتي فاثمروا أثمارا طليقوا بالتوبة ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم لنبرهيم أبا فإني أقول لكم إن الله قادر أن يطلع من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم وها إن الفأس أيضا قد ألقيت على أصل الشجر فكل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتطرح في النار وسألته الجموع فماذا نفعل إذن؟ فأجابهم من كان عنده ثوباني فليعطي من لا ثوب عنده ومن كان عنده طعام فليعمل كذلك أيضا وجاء أيضا جبات ضرائب ليتعمدوا فسألوه يا معلم ماذا نفعل؟ فقال لهم لا تجب أكثر مما فرض لكم وسأله أيضا بعض الجنود ونحن ماذا نفعل؟ فأجابهم لا تظلموا أحدا ولا تشتكوا كذبا على أحد واقنعوا بمرتباتكم وإذ كان الشعب منتظرين المسيح والجميع يسائلون أنفسهم عن يوحنى هل هو المسيح؟ أجاب يوحنى الجميع قائلا أنا أعمدكم بالماء ولكن سيأتي من هو أقدر مني من لا أستحقه أن أحل رباط حدائه هو سيعمدكم بالروح الكدس وبالنار فهو يحمل المذر بيده لينقي بيدره تماما فيجمع القمح إلى مخزنه وأما التبن فيحركه بنار لا تطفأ وكان يبشر الشعب ويعزهم بأشياء أخرى كثيرة ولكن هيرودس حاكم الربع إذ كان يوحنى قد وبخه بسبب هيرودية زوجة أخي وبسبب جميع ما ارتكبه من الشرور أضاف إلى شروره الصابقة هذا الشر أنه حبس يوحنى في السجن ولما تعمد الشعب جميعا تعمد يسوع وإذ كان يصلي إن فتحت السماء وهبط عليه الروح الكدس متخذا هيئة جسمية كأنها حمامة وانطلق صوت من السماء يقول أنت ابن الحبيب بك سررت كل سرور ولما بدأ يسوع خدمته كان في الثلاثين من العمر تقريبا وكان معروفا أنه ابن يوسف بن عالي بن متثاث بن لاوي بن ملكي بن ينا بن يوسف بن متاثية بن عاموس بن ناحوم بن حسلي بن نجاي بن مآث بن متاثية بن شمعي بن يوسف بن يهوذة بن يوحنة بن ريسة بن زروبابل بن شألتئيل بن نيري بن ملكي بن آدىي بن كسمة بن المودام بن عيرة بن يوسي بن ألي عازر بن يوريم بن متثات بن لاوي بن شمعون بن يهوذة بن يوسف بن يونان بن ألياقيم بن مليا بن مينان بن متاثة بن ناثان بن داود بن يسة بن عبيد بن بوعز بن سلمون بن نحشون بن عميناداب بن آرام بن حصرون بن فارسة بن يهوذة بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن طارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن قينان بن أرفك شاد بن سام بن نوح بن لامك بن متو شالح بن أخنوخ بن يارد بن مهل بن قينان بن أنوش بن شت بن آدم بن الله الأصحاح الرابعة أما يسوع فعاد من الأردن ممتلئا من الروح الكدس فاقتاده الروح في البرية أربعين يوما وإبليس يجربه ولم يأكل شيئا طوال تلك الأيام فلما تمت جاع فقال له إبليس إن كنت ابن الله فكل هذا الحجر أن يتحول إلى خبز فرد عليه يسوع قائلا قد كتب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة من الله ثم أصعده إبليس وأراه ممالك العالم كلها في لحظة من الزمن وقال له أعطيك السلطة على هذه الممالك كلها وما فيها من عظمة فإنها قد سلمت إلي وأنا أعطيها لمن أشاء فإن سجدت أمامي تصير كلها لك فرد عليه يسوع قائلا قد كتب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم اقتاده إبليس إلى أورش وأوقفه على حافة سطح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى الأسفل فإنه قد كتب يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك فعلى أيديهم يحملونك لألا تصدم قدمك بحجر فرد 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 عليه يسوع قائلا قد قيل لا تجرب الرب إلهك وبعدما أنجز إبليس كل تجربة انصرف عن يسوع إلى أن يحين الوقت وهذا يسوع إلى منطقة الجليل بقدرة الروح وذاع صيته في القرى المجاورة كلها وكان يعلم في مجامع اليهود والجميع يمجدونه وجاء إلى الناصر حيث كان كبنشأ ودخل المجمع كعادته يوم السبت ووقف ليقرأ فقدم إليه كتاب النبي إشعياء فلما فتحه وجد المكان الذي كتب فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر الفكراء أرسلني لأنادي للمأصورين بالإطلاق وللعميان بالبصر لأطلق المصحوقين أحرارا وأبشر بسنة الكبول عند الرب ثم طوى الكتاب وسلمه إلى الخادم وجلس وكانت عيون جميع الحاضرين في المجمع شاخصة إلي فأخذ يخاطبهم قائلا اليوم تم ما قد سمعتم من آيات وشهد له جميع الحاضرين متعجبين من كلام النعم الخارج من فمه وتساءلوا أليس هذا ابن يوسف فقال لهم لا شك أنكم تقولون لي هذا المثل أيها الطبيب وش في نفسك فاصنع هنا في بلدتك ما سمعنا أنه جرى في كفر ناحوم ثم أضاف الحق أقول لكم ما من نبي يقبل في بلدته وبالحقيقة أقول لكم كان في إسرائيل أرامل كثيرات في زمان إيلية حين أغضقت السماء ثلاث سنين وستة أشهر حتى حدثت مجاعة عظيمة في الأرض كلها ولكن إيلية لم يرسل إلى أية واحدة منهن بل إلى إمرأة أرملة في صرفة صيدة وكان في إسرائيل في زمان النبي أليشع كثيرون مصابون بالبرس ولكن لم يطهر أي واحد منهم بل نعمان السوري فامتلأ جميع من في المجمع غضبا لما سمعوا هذه الأمور وقاموا يدفعونه إلى خارج المدينة وصاقوه إلى حافة الجبل الذي بنيت عليه مدينتهم ليطرحوه إلى الأسفل إلا أنه اجتاز من وسطهم وانصرف ونزل إلى كفر ناحوم وهي مدينة بمنطقة الجليل وأخذ يعلم الشعب أيام السبت فذهلوا من تعلمه لأن كلمته كانت ذات سلطة وكان في المجمع رجل يسكنه روح شيطان نجس فصرخ بصوت عال آه ما شأنك بنا يا يسوع الناصري أجئت لتهلكنا أنا أعرف من أنت أنت كدوس الله فزجره يسوع قائلا اخرص واخرج منه وإذ وإذ طرحه الشيطان في الوسط خرج منه ولم يصبه بأذى فاستولت الدهشة على الجميع وأخذ يتساءلون فيما بينهم أي كلمة هي هذه فإنه بسلطة وقدرة يأمر الأرواح النجسة فتخرج وذاع سيته في كل مكان من المنطقة المجاورة ثم غادر المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان تعاني حمى شديدة فطلب إليه إعانتها فوقف بجانب وزجر الحمى فذهبت عنها فوقفت في الحال وأخذت تخدمهم ولما غربت الشمس أخذ جميع الذين كان عندهم مرضى مصابون بعلل مختلف يحضرونهم إليه فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم وخرجت أيضا شياطين من كثيرين وهي تصرخ قائلة أنت ابن الله فكان يسجرهم ولا يدعهم يتكلمون إذ عرفوا أنه المسيح ولما طلع النهار خرج وذهب إلى مكان مكفر فبحثت الجموع عنه حتى وجدوه وتمسكوا به لألا يرحل عنهم ولكنه قال لهم لابد لي من أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت ومضى يبشر في مجامع اليهودية الأصحاح الأصحاح الخامس وبينما كانت جمع محتشدين حوله ليسمعوا كلمة الله كان هو واقفا على شاطئ بحيرة جن صارت فرأى كاربين راسيين على جانب البحيرة وقد غادر هما الصيادون وكانوا يخسلون الشباك فركب أحد الكاربين وكان لسمعان وطلب إليه أن يبتعد قليلا عن البر ثم جلس يعلم الجموع من الكارب ولما أنهى كلامه قال لسمعان ابتعد إلى حيث العمق واطرحوا شباككم للصيد فأجابه سمعان يا سيد قد جاهدنا طوال الليل ولم نصد شيئا ولكن لأجل كلمتك سأطرح الشباك ولما فعلوا صادوا سمكا كثيرا جدا حتى تخركت شباكهم فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم فأتوا وملأوا القاربين كليهما حتى كادا يغرقان ولكن لما رأى سمعان بطرس ذلك جثى عند ركبتي يسوع وقال أخرج من قارب يا ربه لأن إنسان خاطئ فقد استولت الدهشة عليه وعلى جميع الذين كانوا معه لكثرة الصيد الذي صادوه وكذلك على يعقوب ويحن ابني زبد لذين لذين كانا شريكين لسمعان وقال يسوع لسمعان لا تخف منذ الآن تكون صائدا للناس وبعدما رجعوا بالقاربين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوا يسوع وإذ كان يسوع في إحدى المدن إذا إنسان يغطي البرس جسمه ما إن رأى يسوع حتى خر على وجهه وتوسل إليه قائلا يا سيد إن شئت فأنت قادر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلا إني أريد فطهر وفي الحال زال عنه البرس فأوصاه لا تخبر أحدا بل اذهب واعرض نفسك على الكاهن وقدم لقاء تطهيرك ما أمر به موسى فيكون ذلك شهادة لهم على أن خبر يسوع زاد انتشار حتى توافدت إليه جموع كثيرة ليستمع إليه وينال الشفاء من أمراضهم أما هو فكان ينسحب إلى الأماكن المكفرة حيث يصلي وفي ذات يوم كان يعلم وكان بين الجالسين بعض الفريسيين ومعلمي الشريعة وقد أتوا من كل قرية في الجليل واليهودية ومن أوريشالين وظهرت قدرة الرب لتشفيهم وإذا بعضهم يحملون على فراش إنسانا مشلولا حاولوا أن يدخلوا به ويضعوه أمامه ولما لم يجدوا طريقا لإدخاله بسبب الزحام صعدوا به إلى السطح ودلوه من بين اللبن على فراشه إلى الوسط في قدام يسوع فلما رأى إيمانهم قال أيها الإنسان قد غفرت لك خطاياك فأخذ الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين من هذا الذي ينطق بكلام التجديف من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده ولكن يسوع أدرك ما يفكرون فيه فأجابهم قائلا فيما تفكرون في قلوبكم أي الأمرين أسهل أن أقول كد غفرت لك خطاياك أم أن أقول كم وامشي ولكن قلت ذلك لكي تعلموا أن لابن الإنسان على الأرض سلطة غفران الخطايا وقال للمشلول لك أقول كم احمل فراشك واذهب إلى بيتك وفي الحال قام أمامهم وذهب إلى بيته ممجدا الله وقد حمل ما كان راكدا عليه فأخذت الحيرة الجميع ومجدوا الله وقد تملكهم الخوف وقالوا رأينا اليوم عجائب وخرج بعد ذلك جاب درائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الجباية فقال له ادبعني فقام لاوي وتبعه تاركا كل شيء وأقام له وليمة عظيمة في بيته وكان متكئا معهم جمع كبير من الجبات وغيرهم فتضمر كتبة اليهود والفريسيون على تلميذه قائلين لماذا تأكلون وتشربون مع جبات ضرائب وخاطئين فرد عليهم يسوع قائلا ليس الأصحاء هم المحتاجين إلى الطبيب بل المرضى ما جئت لأدعو إلى التوبة أبرارا بل خاطئين وقال له إن تلميذ يحن يصومون كثيرا ويرفعون الطالبات وكذلك يفعل أيضا تلميذ الفريسيين وأما تلميذك فيأكلون ويشربون فقال لهم هل تقدرون أن تجعلوا أهل العرس يصومون ما دام العريس بينهم ولكن أياما ستأتي يكون العريس فيها قد رفع من بينهم فحينئذ في تلك الأيام يصومون وضرب لهم أيضا مثلا لا أحد ينتزع قطعة من ثوب جديد ليرقع بها ثوبا عطيقا وإلا فإنه يمزق الجديد والركعة المأخوذة من الجديد لا توافق العطيق ولا أحد يضع خمرا جديدة في قرب عطيقة وإلا فإن الخمر الجديدة تفجر الكرب فتراك الخمر وتتلف الكرب وإنما يجب أن توضع الخمر الجديدة في كرب جديدة وما من أحد إذا شرب الخمر العطيقة يرغب في الجديدة لأنه يقول العطيقة أطيب الأصحاح الخامس وبينما كانت جمع محتشدين حوله ليسمعوا كلمة الله كان هو واقفا على شاطئ بحيرة جن صارت فرأى قاربين راسيين على جانب البحيرة وقد غادر هما الصيادون وكانوا يخسلون الشباك فركب أحد الكاربين وكان لسمعان وطلب إليه أن يبتعد قليلا عن البر ثم جلس يعلم الجموع من القارب ولما أنهى كلامه قال لسمعان ابتعد إلى حيث العمق واطرحوا شباككم للصيد فأجابه سمعان يا سيد قد جاهدنا طوال الليل ولم نصد شيئا ولكن لأجل كلمتك سأطرح الشباك ولما فعلوا صادوا سمكا كثيرا جدا حتى تخركت شباكهم فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم فأتوا وملأوا القاربين كليهما حتى كادا يغرقان ولكن لما رأى سمعان بطرس ذلك جثى عند ركبتي يسوع وقال أخرج من قارب يا رب لأن إنسان خاطئ فقد استولت الدهشة عليه وعلى جميع الذين كانوا معه لكثرة الصيد الذي صادوه وكذلك على يعقوب ويحن ابني زبد الذين كانا شريكين لسمعان وقال يسوع لسمعان لا تخف منذ الآن تكون صائدا للناس وبعدما رجعوا بالقاربين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوا يسوع وإذ كان يسوع في إحدى المدن إذا إنسان يغطي البرس جسمه ما إن رأى يسوع حتى خر على وجهه وتوسل إليه قائلا يا سيد إن شئت فأنت قادر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلا إني أريد فطهر وفي الحال زال عنه البرس فأوصاه لا تخبر أحدا بل اذهب وعرض نفسك على الكاهن وقدم لقاء تطهيرك ما أمر به موسى فيكون ذلك شهادة لهم على على أن خبر يسوع زاد انتشارا حتى توافدت إليه جموع كثيرة ليستمع إليه وينال الشفاء من أمراضهم أما هو فكان ينسحب إلى الأماكن المكفرة حيث يصلي وفي ذات يوم كان يعلم وكان بين الجالسين بعض الفريسيين ومعلمي الشريعة وقد أتوا من كل قرية في الجليل واليهودية ومن أور شليم وظهرت قدرة الرب لتشفيهم وإذا بعضهم يحملون على فراش إنسانا مشلولا حاولوا أن يدخلوا به ويضعوه أمامه ولما لم يجدوا طريقا لإدخاله بسبب الزحام صعدوا به إلى السطح ودلوه من بين اللبن على فراشه إلى الوسط قدام يسوع فلما رأى إيمانهم قال أيها الإنسان قد غفرت لك خطاياك فأخذ الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين من هذا الذي ينطق بكلام التجديف من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده ولكن يسوع أدرك ما يفكرون فيه فأجاب هم قائلا فيما تفكرون في قلوبكم أي الأمرين أسهل أن أقول قد غفرت لك خطاياك أم أن أقول كم وامشي ولكن قلت ذلك لكي تعلم أن لابن الإنسان على الأرض سلطة غفران الخطايا وقال 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 للمشلول لك أقول كم احمل فراشك واذهب إلى بيتك وفي الحال قام أمامهم وذهب إلى بيته ممجدا الله وقد حمل ما كان راكدا عليه فأخذت الحيرة الجميع ومجدوا الله وقد تملكهم الخوف وقالوا رأينا اليوم عجائب وخرج بعد ذلك جاب ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الجباية فقال له ادبعني فقام لاوي وتبعه تاركا كل شيء وأقام له وليمة عظيمة في بيته وكان متكئا معهم جمع كبير من الجبات وغيرهم فتضمر كتبة اليهود والفريسيون على تلميذه قائلين لماذا تأكلون وتشربون مع جبات ضرائب وخاطئين فرد عليهم يسوع قائلا ليس الأصحاء هم المحتاجين إلى الطبيب بل المرضى ما جئت لأدعو إلى التوبة أبرارا بل خاطئين وقالوا له إن تلميذ يحن يصومون كثيرا ويرفعون الطلبات وكذلك يفعل أيضا تلميذ الفريسيين وأما تلميذك فيأكلون ويشربون فقال لهم هل تقدرون أن تجعلوا أهل العرس يصومون ما دام العريس بينهم ولكن أياما ستأتي يكون العريس فيها كد رفع من بينهم فحينئذ في تلك الأيام يصومون وضرب لهم أيضا مثلا لا أحد ينتزع قطعة من ثوب جديد ليرقع بها ثوبا عطيقا وإلا فإنه يمزق الجديد والركعة المأخوذة من الجديد لا توافق العطيق ولا أحد يضع خمرا جديدة في كرب عطيقة وإلا فإن الخمر الجديدة تفجر الكرب فتراك الخمر وتتلف الكرب وإنما يجب أن توضع الخمر الجديدة في كرب جديدة وما من أحد إذا شرب الخمر العطيقة يرغب في الجديدة لأنه يقول العطيقة أطيب الأصحاح السابع وبعدما أتم إلقاء أكواله كلها في مسامع الشعب دخل بلدة كفر ناحوم وكان عند قائد مئة عبد مريض قد أشرف على الموت وكان عزيزا عليه فلما سمع بيسوع أرسل إليه شيوخ اليهود متوسلا إليه أن يأتي وينكذ عبده ولما أدرك يسوع طلب إليه بإلحاح قائلين إنه يستحق أن تمنحه طلبه فهو يحب أمتنا وقد بنى لنا المجمع فرافقهم يسوع ولكن ما إن أصبح على مقربة من البيت حتى أرسل إليه قائد مئة بعض أصدقائه يقول له يا سيد لا تكلف نفسك لأني لا أستحق أن تدخل تحت صقف بيتي ولذلك لا أعتبر نفسي أهلا لأن ألاقيك إنما كل كلمة فيشف خادمي فأنا أيضا رجل موضوع تحت سلطة أعلى مني ولي جنود تحت إمرتي أقول لأحدهم ذهب فيذهب والغيره تعال فيأتي ولعبد فعل هذا فيفعل فلما سمع يسوع ذلك تعجب منه ثم التفت إلى الجمع الذي يدبعه وقال أقول لكم لم أجد حتى في إسرائيل إيمانا عظيما كهذا ولما رجع المرسلون إلى البيت وجدوا العبد المريض قد تعافى وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة اسمها نايين يرافقه كثيرون من تلميذه وجمع عظيم ولما اقترب من باب المدينة إذا ميت محمول وهو ابن وحيد لأمه التي كانت أرملة وكان معها جمع كبير من المدينة فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي ثم تقدم ولمس النعش فتوقف حاملوه وقال أيها الشاب لك أقول كم فجلس الميت وبدأ يتكلم فسلمه إلى أمه فاستولى الخوف على الجميع ومجد الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وتفقد الله شعبه وذاعى هذا الخبر عنه في منطقة اليهودية كلها وفي جميع النواحي المجاورة ونقل تلميذ يحن إليه خبر هذه كلها فدع يحن اثنين من تلميذه وأرسلهما إلى الرب يسأله أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر فلما جاء الرجلان إلى الرب قالا أرسل إليك يحن المعمدان يسأل أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر وفي تلك الساعة شفى كثرين من أمراض وعلل وأرواح شريرة ووهب البصر لعميان كثرين فرد يسوع على المرسلين قائلا اذهبا واخبرا يحن بما قد رأيتما وسمعتما أن العميان يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقامون والمساكين يبشرون وطوب لكل من لا يشك فيه وما إن انصرف مرسلا يحن حتى أخذ يسوع يتحدث إلى الجموع عن يحن ماذا خرجتم إلى البرية لتروا أكصبة تهزها الرياح بل ماذا خرجتم لتروا ها إنسانا يلبس ثيابا ناعم ها إنسانا لابسي الثياب الفاخرة والمترفهين هم في قصور الملوك إذن ماذا خرجتم لتروا هنبيا نعم أقول لكم وأعظم من نبي فهذا فهذا الذي كتب عنه إني مرسل كدامك رسول الذي يمهد لك طريقك فأني أقول لكم إنه ليس بين من ولدته من النساء أعظم من يوحن ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه ولما سمع ذلك جميع الشعب حتى جبات الدرائب اعترفوا ببر الله إذ كانوا قد تعمدوا بمعمودية يوحن وأما الفريسيون وعلماء الشريعة فقد رفضوا قصد الله من نحوهم إذ لم يكونوا قد تعمدوا على يده فبمن أشبه إذن أهل هذا الجيل ومن يشبهون إنهم يشبهون أولادا جالسين في الساحة العام ينادون بعضهم بعضا قائلين زمرنا لكم فلم ترقصوا ثم ندبن لكم فلم تبكوا فقد جاء يحن المعمدان لا يأكل ولا يشرب خمرا فقلتم إن شيطان يسكنه ثم جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فقلتم هذا رجل شره سكير صديق لجبات الدرائب والخاطئين ولكن الحكمة قد بررها جميع أبنائها ولكن واحدا من الفريسيين طلب إليه أن يأكل عنده فدخل بيت الفريسي واتكت وكان في المدينة امرأة خاطئة فما إن علمت أنه متكئ في بيت الفريسي حتى جاءت تحمل كارورة عطر ووقفت من ورائه عند قدميه باكية وأخذت تبل كدميه بالدموع وتمسحهما بشعر رأسها وتكبل كدميه بحرارة وتدهنهما بالعطر فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك حدث نفسه قائلا لو كان هذا نبيا لعلم من هي هذه المرأة التي تلمسه وما حالها فإنها خاطئة فرد عليه يسوع قائلا يا سمعان عند شيء أقوله لك هجاب كل يا معلم فقال كان لأحد المتعاملين بالدين دين على اثنين على احدهما خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون ولكن إذ لم يكن عندهما ما يدفعانه وفاء للدين سامحهما كليهما فأيهما يكون أكثر حبا له فأجاب سمعان أظن الذي سامحه بالدين الأكبر فقال له حكمت حكما صحيحا ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان أترى هذه المرأة إني دخلت بيتك ولم تقدم لي ماء لغسل قدمي أما هي فقد غسلت قدمي بالدموع ومسحتهما بشعرها أنت لم تقبلني كبلة واحدة أما هي فمنذ دخولي لم تتوقف عن تقبيل قدمي أنت لم تدهن رأسي بزيت أما هي فقد دهنت قدمي بالعطر لهذا السبب أقول لك إن خطاياها الكثيرة قد غفرت لهذا أحبت كثيرا ولكن الذي يغفر له القليل يحب قليلا ثم قال لها مغفورة لك خطاياك فأخذ المتكئون يسائلون أنفسهم من هو هذا الذي يغفر الخطايا أيضا وقال للمرأة إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام الأصحاح الثامن بعد ذلك أخذ يجول في كل مدينة وقرية واعظا ومبشرا بملكوت الله وكان يرافق تلميذه لاثنى عشر وبعض النساء اللواتي كن قد شفين من أرواح شريرة وأمراض وهن مريم المعروف بالمجدلية التي طرد منها سبعة شياطين ويون زوجة خوزي وكيل هيرودس وسوسن وغيرهن كثيرات ممن كن يساعدنه بأموالهن فلما اجتمع حوله جمع عظيم من الذين خرجوا إليه من كل بلدة خاطبهم بمثل خرج الزارع ليزرع بذاره وبينما هو يزرع وقع بعض البذار على الممرات فداسته الأقدام والتهمته طيور السماء ووقع بعضه على الصخر فلما طلع يبس لأنه كان بلا رتوبة ووقع بعضه في وسط الأشواك فطلع الشوك معه وخنقه وبعض البذار وقع في الأرض الصالحة ولما نبت أنتج ثمرا مئة ضعف قال هذا ونادى من له أذنان للسمع فليسمع وسأله تلميذه ما هو مغز هذا المثل فقال لكم قد أعطي أن تعرف أسرار ملكوت الله أما الآخرون فأكلمهم بأمثال حتى إنهم ينظرون ولا يبصرون ويسمعون ولا يفهمون وهذا مغز المثل البذار هو كلمة الله وما وقع على الممرات هم الذين يسمعون الكلمة ثم يأتي إبليس ويخطف الكلمة من قلوبهم لألا يؤمنوا فيخلص وما وقع على الصخر هم الذين يقبلون الكلمة بفرح لدى سماعها وهؤلاء لا أصل لهم فيؤمنون إلى حين وفي وقت التجربة يتراجعون وما وقع حيث الأشواك هم الذين يسمعون ثم يمدون فتخنقهم هموم الحياة وغناها ولذاتها فلا ينتجون ثمرا ناضجا وأما الذي وقع في الأرض الجيدة فهم الذين يسمعون الكلمة ويحفظونها في قلب جيد مستقيم وينتجون ثمرا بالصبر ولا أحد يسعل مصباحا ثم يغطيه بوعاء أو يضعه تحت سرير بل يرفعه على منارة ليرى الداخلون النور فما من محجوب لن يكشف ولا سر لن يعلم ويعلن فتنبه إذن كيف تسمعون فإن من عنده يعطى المزيد ومن لم يكن عنده فحتى الذي يظنه له ينتزع منه وجاءت إليهم وإخوته ولم يتمكنوا من الوصول إليه بسبب الزحام فقيل له إن أمك وإخوتك واقفون خارجا يريدون أن يرواك ولكنه أجابهم قائلا أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها وذات يوم ركب قاربا هو وتلميذه وقال لهم لنعبر إلى الضفة المقابلة من البحيرة فأقلعوا وفيما هم بحرون نام وحبت على البحيرة عاصفة ريح مفاجئة 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 حتى 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 يأمر الرياح والماء فتطيع ووصلوا إلى بلدة الجراسيين وهي تقع مقابل الجليل فلما نزل إلى البر لاكاه رجل من المدينة تسكنه الشياطين منذ مدة طويلة وكان لا يلبس ثوبا ولا يسكن بيتا بل يقيم بين الكبور فما إن رأى يسوع حتى صرخ وانطرح أمامه وقال بصوت حال ما شأنك بي يا يسوع بن الله العلي أتوسل إليك ألا تعذبني فإن يسوع كان قد أمر الروح النجس أن يخرج من الرجل فكثيرا ما كان يتمكن منه وكلما ربط بالسلاسل والقيود ليضبط حطم القيود وصاقه الشيطان إلى القفار فسأله يسوع ما اسمك فقال لجيون لأن جيشا كبيرا من الشياطين كانوا قد دخلوا فيه وقد توسلوا إليه ألا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية وكان هنالك قطيع كبير من الخنازير يرعى في الجبل فالتمس منه أن يأذن لهم بالدخول في الخنازير فأذن لهم فخرجت الشياطين من الإنسان ودخلت في الخنازير فاندفع القطيع من على حافة الجبل إلى البحيرة ومات غرقا فلم رأى الرعاة ما حدث هربوا إلى المدينة والمزارع ينشرون الخبر فخرج الناس ليروا ما حدث وجاءوا إلى يسوع فوجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي يسوع وهو لابس وسليم العقل فخافوا وأخبرهم أيضا الذين شاهدوا ما حدث كيف شفي المسكون فطلب جميع أهالي بلدة الجراسيين من يسوع أن يرحل عنهم كأن خوفا عظيما استول عليهم فرقب الكارب ورجع وأما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فتوسل إليه أن يرافقه ولكنه صرفه قائلا ارجع إلى بيتك وحدث بما عمله الله بك فمضى سائرا في المدينة كلها وهو ينادي بما عمله به يسوع ولما عاد يسوع رحب به الجمع لأنهم كانوا كلهم يتركبون عودته وإذا رجل اسمه يايروس وهو رئيس للمجمع قد جاء وانطرح عند قدمي يسوع وتوسل إليه أن يرافقه إلى بيته لأن له ابنة وحيدة عمرها حوالي اثنتين عشر سنة وقد أشرفت على الموت وفيما هو ذاهب كانت الجموع تزحمه وكانت هناك امرأة مصابة بنزيف دموي منذ اثنتين عشرة سنة ومع أنها كانت قد أنفقت كل ما تملكه أجرا للأطباء فلم تتمكن من الشفاء على يد أحد فتقدمت إلى يسوع من خلفه ولمس الطرف ردائه وفي الحال توقف نزيف دمها وقال يسوع من لمسني فلما أنقرت جميع ذلك قال بطلس ورفاكه يا سيد الجموع يضيكون عليك ويزحمونك وتسأل من لمسني فقال يسوع إن إن شخصا ما قد لمس لأني شعرت بأن قدرة قد خرجت مني فلما رأت المرأة أن أمرها لم يكتم تقدمت مرتجفة وارتمت أمامه معلنة أمام جميع الناس لأي سبب لمسته وكيف نالت الشفاء في الحال فقال لها يا ابنت إيمانك قد شفاك اذهبي بسلام وبينما كان يتكلم جاء مبعوث من بيت رئيس المجمع يقول له ماتت ابنتك لا تكلف المعلم بعد وإذ سمع يسوع ذلك كلمه قائلا لا تخف آمن فقط فتنجو ابنتك ولما وصل إلى البيت لم يدع أحد يدخل معه إلا بطرس ويحن ويعقوب وأب الفتاة وأمها وكان الجميع يبكونها ويندبونها فقال لا تبكوا إنها لم تمت بل هي نائمة فضحكوا منه لعلمهم أنها ماتت ولكنه بعدما أخرجهم جميعا أمسك بيدها وناد قائلا يا صبية قومي فعادت إليها روحها ونهضت في الحال وأمر أن يقدم لها طعام فدهش والداها ولكنه أوصاهما ألا يخبرا أحدا بما جرى الأصحاح التاسع ثم جمع يسوع الاثني عشر ومنحهم قدرة وسلطة على جميع الشياطين وعلى الأمراض لشفائها وارسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا وقال لهم لا تحملوا للطريق شيئا لا حصا ولا زادا ولا خبزا ولا مالا ولا يحمل الواحد ثوبين وأي بيت دخلتم فهناك أقيموا ومن هناك ارحلوا وإن كان أحد لا يقبلكم في مدينة ما فاخرجوا من هناك وانفضوا الغبار عن أقدامكم شهادة عليهم فانطلقوا يجتازون في الكرة وهم يبشرون ويشفون في كل مكان وسمع هيرودوس حاكم الربع بكل ما كان يجري فوقع في الحيرة لأن بعضا كانوا يقولون إن يحن قام من بين الأموات وبعضا يقولون إن إلي ظهر وآخرين إن واحدا من الأنبياء الكدام قام فقال هيرودوس يوحن أنا قطعت رأسه ولكن من هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأمور وكان يرغب في أن يراه وبعدما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوا فأخذهم وذهب بهم على انفراد إلى مدينة اسمها بيت صيدة ولكن الجموع علموا بذلك فلحقوا به فاستقبلهم وحدثهم عن ملكوت الله وشفى منهم من كانوا محتاجين إلى الشفاء ولما كاد النهار ينقضي تقدم إليه الاثنى عشر وقال له أصرف الجمع ليذهبوا إلى الكرة مجاورة وإلى المزارع فيبيت هناك ويجدوا طعاما لأننا هنا في مكان مكفر فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا أجابوا ليس عندنا أكثر من خمسة أرغفة وسمكتين إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لهذا الشعب كله فقد كانوا نحو خمسة آلاف رجل ثم قال لتلميذه أجلسوهم في جماعات تتألف كل منها من خمسين ففعلوا وأجلسوا الجميع فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء ثم باركها وكسرها وأعطى التلميذ ليقدموا إلى الجمع فأكلت جميع وشبعوا ثم رفع من الكسر الفاضلة عنهم إثنتا عشرة كفة وفيما وفيما كان يصلي على انفراد والتلميذ معه سألهم من تقول الجموع إني أنا فأجابوه يقول بعضهم إنك يحنى معمدان وآخرون إنك إيلي وآخرون إنك واحد من الأنبياء الكدامى وقد قام فسألهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجابه بطرس أنت مسيح الله ولكنه حذرهم موصيا أن لا يخبروا أحدا بذلك وقال لابد أن يتألم ابن الإنسان كثيرا ويرفضه الشيوخ ورأساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقام ثم قال للجميع إن أراد أحد أن يسير ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويدبعني فأي من أراد أن يخلص نفسه يخسرها ولكن من يخسر نفسه من أجلي فهو يخلصها فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها فإن من يستح بي وبكلامي فبه يستح ابن الإنسان لدى عودته في مجده ومجد الآب والملائكة المقدسين ولكن أقول لكم بحق أن بين الواقفين هنا بعضا لن يذوق الموت حتى يكون قد رأوا ملكوت الله وحدث بعد هذا الكلام بثمانية أيام تقريبا أن أخذ يسوع بطرس ويحنى ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي وبينما هو يصلي تجلت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لماعة وإذا رجلان يتحدثان معه وهما موسى وإيلي وقد ظهرا بمجد وتكلما عن رحيله الذي كان على وشك إتمامه في أور شليم ومع أن بطرس ورفيقيه قد غالبهم النوم فإنهم حين استيقظوا تماما شاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه وفيما كانا يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم ما أحسن أن نبقى هنا فلننصب ثلاث خيام واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيلي وهو لا يدر ما يقول ولكنه فيما كان يقول ذلك جاءت سحابة فخيمت عليهم فخاف عندما طوقتهم السحابة وانطلق صوت من السحابة يقول هذا هو ابن الذي اخترته له اسمعون وفيما انطلق الصوت وجد يسوع وحده وقد كتموا الخبر فلم يخبروا أحدا في تلك الأيام بأي شيء مما رأوه وفي اليوم التالي لما نزلوا من الجبل لاقاه جمع عظيم وإذا في الجمع رجل ناد قائلا يا معلم أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني فإنه ولد الوحيد وها إن روحا يتملكه فيصرخ فجأة ويخبطه الروح فيزبت وبالجهد يفاركه بعد أن يردده وقد التمست من تلميذك أن يطردوه فلم يقدروا فأجاب يسوع قائلا أيها الجيل غير المؤمن والمنحرف إلى متى أبكى معكم وأحتملكم وقال للرجل أحضر ابنك إلى هنا وفيما الولد آت صرعه الشيطان وخبطه بعنف فزجر يسوع الروح النجس وشف الولد وسلمه إلى أبيه فذهل الجميع من عظمة الله وبينما كان الجميع يتعجبون من كل ما عمله يسوع قال لتلميذه لتدخل هذه الكلمات آذانكم إن ابن الإنسان على وشك أن يسلم إلى أيدي الناس إلا أنهم لم يفهموا هذا القول وقد أغلق عليهم فلم يدركوه وخاف أن يسألوه عنه وحدث بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم فإذ علم يسوع نيات كلوبهم أخذ ولدا صغيرا وأوقفه بجانبه وقال لهم أي من قبل باسم هذا الولد الصغير فقد قبلني ومن قبلني يقبل الذي أرسلني فإن من كان الأصغر بينكم جميعا فهو العظيم وتكلم يحن فقال يا سيد رأينا واحدا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا فقال له يسوع لا تمنعوه لأن من ليس ضدكم فهو معكم ولما تمت الأيام لارتفاع صمم بعزم على المضي إلى أوريشليم فأرسل كدامه بعض الرسل فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين ليعد له منزلا فيها ولكنهم رفضوا استقباله لأنه كان متجها صوب أوريشليم فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويحن قالا يا رب أتريد أن نأمر بأن تنزل النار من السماء وتلتهمهم فالتفت إليهما ووبخهما ثم ذهبوا إلى قرية أخرى وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له أحد الناس يا سيد سأتبعك أينما تذهب فقال له يسوع للثعالب أو جار ولطيور السماء أو كار وأما ابن الإنسان فليس له مكان يسند إليه رأسه وقال لغيره اتبعني ولكن هذا قال يا سيد اسمح لي أن أذهب أولا وأدفن أبي فقال له يسوع دع الموت يدفنون موتاهم وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله وقال وقال آخر يا سيد سأتبعك ولكن اسمح لي أولا أن أودع أهل بيتي فقال له يسوع ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله الأصحاح العاشر وبعد ذلك عين الرب أيضا اثنين وسبعين آخرين وأرسلهم اثنين اثنين ليصبكوه إلى كل مدينة ومكان كان على وشك الذهاب إليه وقال لهم إن الحصاد كثير ولكن العمال قليلون فتدرعوا إلى رب الحصاد أن يبعث عمالا إلى حصاده فاذهبوا ها إني أرسلكم كحملان بين ذئاب لا تحملوا سرة مال ولا كيس زاد ولا حذاء ولا تسلموا في الطريق على أحد وأي بيت دخلتم فقولوا أولا سلام لهذا البيت فإن كان في البيت ابن سلام يحل سلامكم عليه وإلا فسلامكم يعود لكم وانزلوا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم لأن العامل يستحق أجرته لا تنتقلوا من بيت إلى بيت وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدم لكم واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله وأية مدينة دخلتم ولم يقبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى غبار مدينتكم العالق بأقدامنا ننفذه عليكم ولكن اعلموا هذا أن ملكوت الله قد اقترب أقول لكم إن سدوم ستكون حالتها في ذلك اليوم أخف وطأطا من حالة تلك المدينة الويل لك يا كورزين الويل لك يا بيت صيد فلو أجريا في صورة وصيد ما أجريا فيكما من المعجزات لتاب أهلهما منذ القديم متشحين بالمسوح قاعدين في الرمات ولكن صورة وصيدة ستكون حالتهما في الدينونة أخف وطأطا من حالتكما وأنت يا كفر ناحوم هل ارتفعت حتى السماء إنك إلى قعر الهاوية ستهبطين من يسمع لكم يسمع لي ومن يرفضكم يرفضني ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني وبعدئذ رجع الاثنان والسبعون فرحين وقالوا يا رب حتى الشياطين تغضع لنا باسمك فقال لهم قد رأيت الشيطان وهو يهوي من السماء مثل البرق وها أنا قد أعطيتكم سلطة لتدوس الحيات والعقارب وقدرة العدو كلها ولن يؤذيكم شيء أبدا إنما لا تفرحوا بهذا بأن الأرواح تخضع لكم بل افرحوا بأن أسماءكم قد كذبت في السماوات في تلك الساعة ابتهج يصوع بالروح وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض كأنك حجبت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وكشفتها للأطفال نعم أيها الآب لأنه هكذا حسن في نظرك كل شيء قد سلم إلي من قبل أبي ولا أحد يعرف من هو لبن إلا الآب ولا من هو الآب إلا لبن ومن أراد لبن أن يعلنه له ثم التفت إلى التلميذ وقال لهم على حدة توبى للعيون التي ترى ما أنتم ترون فأني أقول لكم إن كثيرين من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما تبصرون ولكنهم لم يروا وأن يسمعوا ما تسمعون ولكنهم لم يسمعوا وتصد له أحد علماء الشريعة ليجربه فقال يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له ماذا كتب في الشريعة وكيف تقرأها فأجاب أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك وأحب قريبك كنفسك فقال له جوابك صحيح فإن عملت بهذا تحيا لكنه إذ كان راغبا في تبرير نفسه سأل يسوع ومن هو قريبي فرد عليه يسوع قائلا كان إنسان نازلا من أور شليم إلى أريحة فوقع بأيدي لصوص فانتزعوا ثيابه وما له وجرحوه ثم مضوا وقد ترقوه بين حي وميت وحدث أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق فرآه ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر وكذلك مر أيضا واحد من الداويين فلما وصل إلى ذلك المكان نظر إليه ولكنه جاوزه إلى الجانب الآخر إلا أن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه أخذته الشفقة عليه فتقدم إليه وربط جراحه بعدما صب عليها زيتا وخمرا ثم أركبه على دابته وأوصله إلى الخان واعتنى به وعند مغادرته الخان في اليوم التالي أخرج دينا ريني ودفعهما إلى صاحب الخان وقال له اعتني به ومهما تنفق أكثر فإني أفيك ذلك عند رجوعي فأي هؤلاء الثلاثة يبدو لك قريبا للذي وقع بأيد اللصوص فأجاب إنه الذي عامله بالرحمة فقال له يسوع اذهب وعمل أنت هكذا وبينما هم في الطريق دخل إحدى الكرة فاستقبلتهم رأة اسمها مرثى في بيتها وكان لها أخت اسمها مريم جلست عند قدمي يسوع تسمع كلمته أما مرثى فكانت منهمك بشؤون الخدم الكثيرة فأقبلت وقالت يا رب أما تبالي بأن أختك تركتني أخدم وحدي فقل لها أن تساعدني ولكن يسوع رد عليها قائلا مرثى 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 أنت مهتمة وقلقة لأمور كثيرة ولكن الحاجة هي إلى واحد ومريم قد اختارت النصيب الصالح الذي لن يؤخذ منها الأصحاح الحادي عشر وكان يصلي في أحد الأماكن فلما انتهى قال له أحد تلميذه يا رب علمنا أن نصلي كما علم يحن تلميذه فقال لهم عندما تصلون كولوا أبان الذي في السماوات ليتقد سسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم واغفر لنا خطايان لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا ولا تدخن في تجربة لكن نجينا من الشرير ثم قال لهم من منكم يكون له صديق فيذهب إليه في منتصف الليل ويقول له يا صديق أكردني ثلاثة لأنه ألح في الطلب فإن يقول لكم اطلبوا تعطوا اسعوا تجدوا اكرعوا يفتح لكم فإن كل من يطلب ينال ومن يسعى يجد ومن يكرع يفتح له فأي فأي أب من يطلب منه خبز فيعطيه حجرا أو يطلب سمكة فيعطيه بدل السمكة حية أو يطلب بيضة فيعطيه عكربا فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالأحرى الأب الذي من السماء يهب الروح الكدس لمن يسألونه وكان يطرد شيطانا من رجل كان ذلك الشيطان قد أخرسه فلما طرد الشيطان نطق الأخرس فتعجبت الجموع ولكن بعضا منهم قالوا إنما يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين وطلب منه آخرون ليجربوه آية من السماء ولكنه علم أفكارهم وقال لهم كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب وكل بيت ينقسم على بيت يسقط فإن كان الشيطان كذلك قد انقسم على ذاته فكيف تصمد مملكته فقد قلتم إني أطرد الشياطين ببعل زبول ولكن إن كنت أنا أطرد الشياطين ببعل زبول فأبناءكم بمن يطردونهم لذلك هم يحكمون عليكم أما إذا كنت أطرد الشياطين بإصبع الله فقد أطبق عليكم ملكوت الله عندما يحرص الكوي بيته وهو بكامل سلاحه تكون أمتعته في مأمن ولكن ولكن عندما يغزوه من هو أقوى منه فيغلبه فإنه يجرده من كامل سلاحه الذي اعتمد عليه ثم يوزع غنائمه من ليس معي فهو ضدي ومن لا يجمع معي فهو يفرق بعد أن يخرج الروح النجس من الإنسان يهيم في الأماكن القاحلة طلبا للراحة وإذ لا يجد يقول سأرجع إلى بيت الذي غادرته وعندما يأتي يجده مكنوسا مزينا فيذهب ويصطحب سبعة أرواح أخرى أردأ منه فتدخل ذلك الإنسان وتسكنه فتصير الحالة الأخيرة لذلك الإنسان أردأ من الأولى وبينما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة من بين الجمع صوتها كائلة ده طوب للبطن الذي حملك والثديين الذين رضعتهما إلا أنه قال بل طوب للذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها وإذ كانت الجموع تزدحم عليه أخذ يقول هذا الجيل جيل شرير يطلب آية ولن يعطى آية إلا آية ينان فنو كما كان ينان آية لأهل نينو فهكذا أيضا يكون ابن الإنسان لهذا الجيل إن ملكة الجنوب ستقوم في الدينونة مع هذا الجيل وتدينه لأنها جاءت من أقاص الأرض لتسمع حكمة سليمان وها هنا أعظم من سليمان وأهل نينو سيقفون في الدينونة مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا لدى وعز ينان لهم وها هنا أعظم من ينان ولكن لا أحد يشعل مصباح ويضعه في مكان مخفي أو تحت المكيال بل يرفعه على المنارة ليرى الداخلون النور عينك هي مصباح الجسد فعندما تكون عينك سليمة يكون جسدك كله منورا أما عندما تكون عينك شريرة فيكون جسدك أيضا مظلما فتنبه إذن لأن ليكون النور الذي فيك ظلاما إذن إن كان جسدك كله منورا وليس فيه جانب مظلم فإنه يكون منورا بكامله كأنما أنار لك المصباح بإشعاعه وبينما هو يتكلم طلب إليه أحد الفريسيين أن يتغذى عنده فدخل بيته واتكب ولكن الفريسي تعجب لما رأى أنه لم يغتسل قبل الغداء فقال له الرب أنتم الفريسيين تنظفون الكأس والصحفة من الخارج ولكنكم من الداخل مملؤون نهبا وخبثا أيها الأغبياء أليس الذي صنع الخارج قد صنع الداخل أيضا أحرى بكم أن تتصدقوا بما عندكم فإذا كل شيء يكون طاهرا لكم ولكن الويل لكم أيها الفريسيون فإنكم تدفعون عشر النعنع والسذاب والبقول الأخرى وتتجاوزون عن العدل ومحبة الله كان يجب أن تعملوا هذا ولا تهملوا ذاك الويل لكم أيها الفريسيون فإنكم تحبون تصدر المقاعد الأولى في المجامع وتلق التحيات في الساحات العامة الويل لكم فإنكم تشبهون الكبور المخفية يمشي الناس عليها وهم لا يعلمون وتكلم أحد علماء الشريع قائلا له يا معلم إنك بقولك هذا تهيننا نحن أيضا فقال والويل أيضا لكم يا علماء الشريعة فإنكم تحملون الناس أحمالا مرهقة وأنتم لا تمسونها بإصبع من أصابعكم الويل لكم فإنكم تبنون كبور الأنبياء وأباءكم قتلوهم فأنتم إذن تشهدون موافقين على أعمال أبائكم فهم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون كبورهم لهذا السبب أيضا قالت حكمة الله سأرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويضطهدون حتى إن دماء جميع الأنبياء المسفوك منذ تأسيس العالم يطالب بها هذا الجيل من دم هابيل إلى دم زكري الذي كتل بين المذبح والمحراب أقول لكم نعم إن تلك الدماء يطالب بها هذا الجيل ألويل لكم يا علماء الشريعة فإنكم خطفتم مفتاح المعرفة فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون وفيما هو خارج من هناك بدأ الكتب والفريسيون يضيكون عليه كثيرا وأخذوا يستدرجونه إلى الكلام في أمور كثيرة وهم يراقبونه سعيا إلى استياده بكلام يقول الأصحاح الثاني عشر وفي تلك الأثناء إذا احتشد عشرات الألوف من الشعب حتى داس بعضهم بعضا أخذ يقول لتلميذه أولا احذروا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء فما من مستور لن يكشف ولا من سر لن يعرف لذلك كل ما كلتموه في الظلام سوف يسمع في النور وما تحدثتم به همسا في الغرف الداخلية سوف يذاع على سطوح البيوت على أني أقول لكم يا أحبائي لا تخاف من الذين يقتلون الجسد ثم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك ولكني أريكم ممن تخافون خاف من القادر أن يلقي في جهنم بعد القتل نعم أقول لكم من هذا خاف أما تباع خمسة عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها بل إن شعر رؤوسكم كله معدود فلا تخاف إذن أنتم أفضل من عصافير كثيرة ولكن أقول لكم كل من يعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا أمام ملائكة الله ومن أنكرني أمام الناس ينكر أمام ملائكة الله ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان يغفر له وأما من جدف على الروح الكدس فلن يغفر له وعندما يؤتى بكم للمثول أمام المجامع والحكام والسلطات فلا تهتم كيف أو بماذا تردون ولا بما تقولون فإن الروح الكدس سيلقنكم في تلك الساعة عينها ما يجب أن تقولوا وقال له واحد من بين الجمع يا معلم كل أخي أن يقاسمني الإرث ولكنه قال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقصما وقال للجمع احذروا وتحفظوا من الطمع فمتى كان الإنسان في سعة لا تكون حياته في أمواله وضرب لهم مثلا قال إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة ففكر في نفسه قائلا ماذا أعمل وليس عند مكان أخزن فيه محاصيلي وقال أعمل هذا أهدم مخازني وأبني أعظم منها وهناك أخزن جميع غلالي وخيراتي وأقول لنفسي يا نفس عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة فاستريحي وكلي واشربي واطربي ولكن الله قال له يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك فلمن يبقى ما أعددته هذه هي حالة من يخزن الكنوز لنفسه وليكون غنيا عند الله ثم قال لتلميذه لهذا السبب أقول لكم لا تهتم لحياتكم بما تأكلون ولا لأجسادكم بما تكتسون إن الحياة أكثر من مجرد طعام والجسد أكثر من مجرد كساء تأمل الغربان فهي لا تزرع ولا تحصد وليس عندها مخزن ولا مستودع بل يعولها الله فكم أنتم أفضل كثيرا من الطيور ولكن أي منكم إذا اهتم يقدروا أن يطيل عمره ولو ساعة واحدة فما دمتم غير قادرين ولو على أصغر الأمور فلماذا تهتمون بالأمور الأخرى تأمل الزنابق كيف تنمو فهي لا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم حتى سليمان في قمة مجده لم يكتسي ما يعادل واحدة منها بهاء فإن كان الله يكسو العشب ثوبا كهذا مع أنه يكون اليوم في الحقل وغدا يطرح في الطنور فكم أنتم أولى من العشب بأن يكسوكم الله يا قليلي الإيمان فعليم فعليكم فعليكم من قد سر من قد سر أن يعطيكم الملكوت من قد سر من قد سر من قد سر من قد سر ثالث من الليل ووجدهم على تلك الحال ولكن اعلموا هذا أنه لو كان رب البيت يعرفه في أي ساعة يدهمه اللص لكان سهر وما ترك بيته ينقب فكونوا أنتم مستعدين لأن ابن الإنسان سيعود في ساعة لا تتوقعونها وسأله بطرس يا رب ألنا تضرب هذا المثل أم للجميع على السواء فقال الرب من هو إذن الوكيل الأمين العاقل الذي يقيمه سيده على أهل بيته ليقدم لهم حصتهم من الطعام في حينها توب لذلك العبد الذي يجده سيده لدى رجوعه يقوم بهذا العمل الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع ممتلكاته ولكن إذا قال ذلك العبد في نفسه سيدي سيتأخر في رجوعه وأخذ يضرب الخادمين والخادمات ويأكل ويشرب ويصكر فإن سيد ذلك العبد يرجع في يوم لا يتوقعه وساعة لا يعرفها فيمزقه ويجعل مصيره مع الخائنين وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولكنه لا يعد نفسه ولا يعمل بإرادة سيده فإنه سيدرب كثيرا ولكن الذي لا يعلمها ويعمل ما يستوجب الضرب فإنه سيدرب قليلا جئت لألقي على الأرض نارا فلكم أود أن تكون قد اشتعلت ولكن لي معمودية علي أن أتعمد بها وكم أنا متضايق حتى تتم أتظنون أني جئت لأرسي السلام على الأرض أقول لكم لا بل بالأحرى الإنكسام فإنه منذ الآن يكون في البيت الواحد خمسة فينقصمون ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة فالأبو ينقصم على ابنه والابن على أبيه والأم على بنتها والبنت على أمها والحمات على كنتها والكنة على حماتها وقال أيضا للجموع عندما ترون سحابة تطلع من الغرب تقولون حالا المطر آت وهكذا يكون وعندما تهب ريح الجنوب تقولون سيكون حر وهكذا يكون يا مراءون تعرفون أن تميزوا منظر الأرض والسماء فكيف لا تميزون هذا الزمان ولماذا لا تميزون ما هو حق من طلقاء أنفسكم ففيما أنت ذاهب مع خصمك إلى المحاكمة اجتهد في الطريق لتتصالح معه لأن لا يجرك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن أقول لك إنك لن تخرج من هناك أبدا حتى تكون قد وفيت ما عليك إلى آخر فلس الأصحاح الثالث عشر وفي ذلك الوقت عينه حضر بعضهم وأخبروه عن أهل الجليل الذين قتلهم بيلاطس فخلط دماءهم بدماء ذبائحهم فرد عليهم قائلا أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خاطئين أكثر من أهل الجليل الباقين حتى لاكوا هذا المصير أقول لكم لا ولكن إن لم تتوبوا أنتم فجميعكم كذلك تهلكون ثم ضرب هذا المثل كان عند أحدهم شجرة تين مغروسة في قرمه فجاءها طلبا للثمر فما وجد شيئا فقال للمزارع هذه ثلاث سنين وأنا أقصد هذه التين طلبا للثمر فلا أجد شيئا اقطعها لماذا نتركها تعطل الأرض ولكن المزارع أجابه قائلا يا سيد أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب التربة من حولها وأضع سمادا فلعلها تنتج ثمرا وإلا فبعد ذلك تقطعها وكان يعلم في أحد المجامع ذات سبت وإذا هناك امرأة كان قد سكنها روح فأمرضها طيلة ثمان عشرة سنة وكانت حدباء لا تقدر أن تنتصب أبدا فلما رآها يسوع دعاها وقال لها يا امرأة أنت في حل من دائك ووضع يديه عليها فعادت مستقيمة في الحال ومجدت الله إلا أن رئيس المجمع وكثار غضبه لأن يسوع شفى في السبت قال للجمع في الأسبوع ستة أيام يسمح فيها بالعمل ففي هذه الأيام تعالوا واستشفوا لا في يوم السبت فرد عليه الرب قائلا يا مراؤون ألا يحل كل واحد منكم يوم السبت رباط ثوره أو حماره من المذوت ويذهب به فيسقيه وأما هذه المرأة وهي ابنة لابراهيم قد ربطها الشيطان طيلة ثمان عشرة سنة أفما كان يجب أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت وإذ قال هذا خجل جميع معارضي وفرحت جمع كله بجميع الأعمال المجيدة التي كان يجريها وقال الرب ماذا يشبه ملكوت الله وبماذا أشبهه إنه يشبه بزرة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنبتت وصارت شجرة عظيمة وتآوى الطيور السماء في أغصانها وقال أيضا بماذا أشبه ملكوت الله إنه يشبه خميرة أخذتها مرأة وأخفتها في ثلاثة مقادير من الضقيق حتى اختمر العجين كله واجتاز في المدن والكرة واحدة بعد واحدة يعلم فيها وهو مسافر إلى أورشاليم وسأله أحدهم يا سيد أقليل عدد الذين سيخلصون ولكنه قال للجميع ابذلوا الجهد للدخول من الباب الضيق فإني أقول لكم إن كثيرين سيسعون إلى الدخول فلا يتمكنون فمن بعدما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب وتبدأون بالوقوف خارجا تكرعون الباب قائلين يا رب افتح لنا فيجيبكم قائلا لا أعرف من أين أنتم عندئذ تبدأون تقولون أكلنا وشربنا بحضورك وعلمت في شوارعنا وسوف يقول أقول لكم لا أعرف من أين أنتم أغربوا من أمامي يا جميع فاعلي الإثم هناك سيكون البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم واصحاك ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا وسيأت أناس من الشرك والغرب ومن الشمال والجنوب ويتكؤون في ملكوت الله فإذا آخرون يصيرون أولين وأولون يصيرون آخرين في تلك الساعة نفسها تقدم إليه بعض الفريسيين قائلين له أنجو بنفسك أهرب من هنا فإن هيرودس عازم على قتلك فقال لهم اذهبوا قولوا لهذا الثعلب هأنا أطرد الشياطين وأشف المرض اليوم وغدا وفي اليوم الثالث يتم بي كل شيء ولكن لابد أن أكمل مسيرة اليوم وغدا وما بعدهما لأنه يجب أن لا يهلك نبي إلا في أورشليم يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك معا كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولكنكم لم تريدوا ها إن بيتكم يترك لكم خرابا وأقول لكم إنكم لن تروني أبدا حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب الأصحاح الرابع عشر وإذ دخل بيت واحد من رؤساء الفرسيين في ذات سبت ليتناول الطعام كانوا يراقبونه وإذا أمامه إنسان مصاب بالاستسقاء فخاطب يسوع علماء الشريعة والفرسيين وسألهم أيحل إجراء الشفاء يوم السبت أم لا ولكنهم ظلوا صامتين فأخذه وشفاه وصرفه وعاد يسألهم من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر يوم السبت ولا ينتشله حالا فلم يقدروا أن يجيبوه عن هذا وضرب للمدعوين مثلا بعدما لاحظا كيف اختاروا أماكن الصدارة وفقال لهم عندما يدعوك أحد إلى وليمة عرس فلا تتكئ في مكان الصدارة إذ ربما كان قد دعا إليه من هو أرفع منك مقاما فيأتي الذي دعاك ودعاه ويقول لك اخل المكان لهذا الرجل وعندئذ تنسحب بخجل لتأخذ المكان الأخير ولكن عندما تدعى فاذهب واتكئ في المكان الأخير حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديقي كم إلى الصدر وعندئذ يرتفع قدرك في نظر المتكئين معك فإن كل من يرفع نفسه يوضع ومن يضع نفسه يرفع وقال أيضا للذي دعاه عندما تقيم غداء أو عشاء فلا تدعو أصدقائك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا جيرانك الأغنياء لألا يدعوك هم أيضا بالمقابل فتكون قد كوفئت ولكن عندما تقيم وليمة ادعو الفقراء والمحاقين والعرجة والعمي فتكون مباركا لأن هؤلاء لا يملكون ما يكافئونك به فإنك تكافأ في قيامة الأبرار فلما سمع هذا أحد المتكئين قال له توبى لمن سيتناول الطعام في ملكوت الله فقال له أقام إنسان عشاء عظيما ودعا كثيرين ثم أرسل عبده ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا فكل شيء جاهز فبدأ الجميع يعتذرون على السواء فقال له أولهم اشتريت حقلا وعلي أن أذهب وأراه أرجو منك أن تعذرني وقال غيره اشتريت خمسة فدادين بكر وأنا ذاهب لأجربها أرجو منك أن تعذرني وقال آخر تزوجت بمرأة ولذلك لا أقدر أن أحضر فرجع العبد وأخبر سيده بذلك عندئذ غضب رب البيت وقال لعبده اخرج سريعا إلى شوارع المدينة وأزقتها واحضر الفقراء والمعاقين والعرجة والعمية إلى هنا فرجع الخادم يقول يا سيد قد جرى ما أمرت به ويوجد بعض مكان فقال السيد للعبد اخرج إلى الطرق والسياجات واجبر الناس على الدخول حتى يمتلئ بيتي فإني أقول لكم إن واحدا من أولئك المدعوين لن يذوك عشائي وكانت جموع كثيرة تسير معه فالتفت وقال لهم إن جاء إلي أحد ولم يبغد أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل نفسه أيضا فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي ومن لا يحمل صليبه ويدبعني فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي فأي منكم وهو راغب في أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب الكلفة ليرى هل عنده ما يكفي لإنجازه وذلك لأن لا يضع له الأساس ولا يقدر أن ينجزه أفلا يأخذ جميع الناظرين يصخرون منه قائلين هذا الإنسان شرع يبني وعجز عن الإنجاز أم أي ملك ذاهب لمحاربة آخر لا يجلس أولا ويستشير ليرى هل يقدروا أن يواجه بعشرة آلاف ذلك الزاحف عليه بعشرين ألفا وإلا فإنه والعدو ما زال بعيدا يرسل إليه وفدا طالبا ما يقول إلى الصلح هكذا إذن كل واحد منكم لا يهجر كل ما يملكه لا يمكنه أن يكون تلميذا لي إنما الملح جيد ولكن إذا فقد الملح طعمه فبماذا تعاد إليه ملوحته إنه لا يصلح لا للتربة ولا للسمات فيطرح خارجا من له أذنان للسمع فليسمع الأصحاح الخامس عشر وكان جميع جبات الضرائب والخاطئين يتقدمون إليه ليسمعوا فتضمر الفريسيون والكتب قائلين هذا الإنسان يرحب بالخاطئين ويأكل معهم فضرب لهم هذا المثل قائلا أي إنسان منكم عنده مئة خروف وأضاع واحدا منها ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب يبحث عن الخروف الضائع حتى يجده وبعد أن يجده يحمله على كتفه فرحا ثم يعود إلى البيت ويدعو الأصدقاء والجران قائلا دهم افرحوا معي لأني وجدت خروف الضائع أقول لكم إنه هكذا يكون في السماء فرح بخاطئ واحد تائب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون إلى توبة أم أية امرأة عندها عشرة دراهم إذا أضاع الدرهما واحدا ألا تشعن مصباحا وتكنس البيت وتبحث بانتباه حتى تجده وبعد أن تجده تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته أقول لكم هكذا يكون بين ملائكة الله فرح بخاطئ واحد يتوب وقال كان لإنسان ابنان فقال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطني الحصة التي تخصني من الميراث فقسم لهما كل ما يملكه وبعد بضعة أيام جمع لابن الأصغر كل ما عنده ومضى إلى بلد بعيد وهناك بضر حصته من المال في عيشة الخلاعة ولكن لما أنفق كل شيء اجتاحت ذلك البلد مجاعة قاسية فأخذ يشعر بالحاجة فذهب والتحك بواحد من مواطني ذلك البلد فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير وكم اشتهى لو يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فما أعطاه أحد ثم رجع إلى نفسه وقال ما أكثر خدام أبي المأجورين الذين يفضلوا عنهم الخبز وأنا هنا أكاد أهلك جوعا سأقوم وأرجع إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وأمامك ولا أستحق بعد أن أدعبنا لك اجعلني كواحد من خدامك المأجورين فقام ورجع إلى أبيه ولكن أباه رآه وهو ما زال بعيدا فتحننا وركض إليه وعانكه وقبله بحرارة فقال له لابن يا أبي أخطأت إلى السماء وأمامك ولا أستحق بعد أن أدعبنا لك أما الأب فقال لعبيد أحضروا سريعا أفضل ثوب والبسوه وضعوا في إصبعه خاتما وفي قدميه حذاء وحضروا العجل المسمنا واذبحوه والنأكل ونفرح فإن ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضائعا فوجد فأخذوا يفرحون وكان ابنه الأكبر في الحقل فلما جاء واقترب من البيت سمع موسيقى ورقصا فدع واحدا من الخدام واستفسره ما عسى أن يكون ذلك فأجابه رجع أخوك فذبح أبوك العجل المسمى لأنه استعاده سالما ولكنه غضب ورفض أن يدخل فخرج أبوه وتوسل إليه غير أنه رد على أبيه قائلا ها أنا أخدمك هذه السنين العديدة ولم أخالف لك أمرا ولكنك لم تعطني ولو جديا واحدا لأفرح مع أصدقائي ولكن لما عاد ابنك هذا الذي أكل مالك مع الفاجرات ذبحت له العزل المسمى فقال له يا بني أنت معي دائما وكل ما أملكه هو لك ولكن كان من الصواب أن نفرح ونبتهج لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد الأصحاح السادس عشر وقال أيضا لتلميذه كان لإنسان غني وكيل فاتهم لديه بأنه يبذر أمواله فاستدعاه وسأله ما هذا الذي أسمع عنك قدم حسابا وكالتك فإنك لا يمكن أن تكون وكيلا لي بعد فقال الوكيل في نفسه ما عسى أن أعمل مدام سيدي سينزع عني الوكالة لا أقوى على نقب الأرض وأستحي أن أستعطي قد علمت ماذا أعمل حتى إذا عزلت عن الوكالة يستقبلني الأصدقاء في بيوتهم فاستدعم ديوني سيده واحدا فواحدا وسأل أولهم كم عليك لسيدي فأجاب مئة بث من الزيت فقال له خذ سقك واجلس سريعا واكتب خمسين ثم قال للآخر وأنت كم عليك فأجاب مئة كر من القمح فقال له خذ سقك واكتب ثمانين فامتدح السيد وكيله الخائن لأنه تصرف بحكمة فإن أبناء هذا العالم أحكموا مع أهل جيلهم من أبناء النور وأقول لكم أكسبوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فني مالكم تقبلون في المنازل الأبدية إن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير والخائن في القليل خائن أيضا في الكثير فإن لم تكون أمناء في مال الظلم فمن يأت منكم على مال الحق وإن لم تكون أمناء فيما يخص غيركم فمن يعطيكم ما يخصكم ما من خادم يقدر أن يكون عبدا لسيدين فإنه إما أن يبغد أحدهما فيحب الآخر وإما أن يلطحق بأحدهما فيهجر الآخر لا تستطيعون أن تكونوا عبيدا لله والمال معا وكان الفريسيون أيضا وهم محبون للمال يسمعون ذلك كله فاستهزأوا به فقال لهم إنكم تبررون أنفسكم أمام الناس ولكن الله يعرف قلوبكم فما يعتبره الناس رفيع القدر هو رجس عند الله ظلت الشريعة والأنبياء حتى زمن يحنى ومنذ ذلك الوقت يبشر بملكوت الله وكل واحد يشك طريقه باجتهاد للدخول إليه على أن زوال السماء والأرض أسهلوا من سقوط نقطة واحدة من الشريعة كل من يطلق زوجته ويتزوج بأخرى يرتكب الزنا وكل من يتزوج بمطلقة من زوجها يرتكب الزنا كان هناك إنسان غني يلبس الأرجوان وناعم الثياب ويقيم الولائم المترفة متنعما كل يوم وكان إنسان مسكين اسمه لعازر مطروحا عند بابه وهو مصاب بالكروح يشتهي أن يشبع من الفتاة المتساقط من مائدة الغني حتى الكلاب كانت تأتي وتلحس كروحه ومات المسكين وحملته الملائكة إلى أحضان إبراهيم ثم مات الغني أيضا ودفن وإذا رفع عينيه وهو في الهاوية يتعذب رأى إبراهيم من بعيد ولعازر في أحضانه فناد قائلا يا أبي إبراهيم ارحمني وارسل لعازر ليغمس طرف إصبعه في الماء ويبرد لسانه فإني معذب في هذا اللهيب ولكن إبراهيم قال يا بني تذكر أنك نلت خيراتك كاملة في أثناء حياتك ولعازر نال البلاية ولكنه الآن يتعزى هنا وأنت هناك تتعذب وفضلا عن هذا كله فإن بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت حتى إن الذين يريدون العبور من هنا لا يقدرون ولا الذين من هناك يستطيعون العبور إلينا فقال ألتمس منك إذا يا أبي أن ترسله إلى بيت أبي فإن عندي خمسة إخوة حتى يشهد لهم منذرا لألا يأتهم أيضا إلى مكان العذاب هذا ولكن إبراهيم قال له عندهم موسى والأنبياء فليسمعوا لهم فقال له لا يا أبي إبراهيم بل إذا ذهب إليهم واحد من بين الأموات يتوبون فقال له إن كانوا لا يسمعون لموسى والأنبياء فلا يقتنعون حتى لو قام واحد من بين الأموات الأصحاح السابع عشر وقال لتلميذه لابد من أن تأتي العفرات ولكن الويل لمن تأتي على يده كان أنفع له لو علق حول عنقه حجر رحة وترح في البحر من أن يكون عفرة لأحد هؤلاء الصغار خذوا الحضر لأنفسكم إن أخطأ أخوك فعاتبه فإذا تاب فاغفر له وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم وعاد إليك سبع مرات قائلا أنا تائب فعليك أن تغفر له وقال الرسل للرب زدنا إيمانا ولكن الرب قال لو كان عندكم إيمان مثل بزرة الخردل لكنتم تقولون لشجرة التوت هذه انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم ولكن أي واحد منكم يكون عنده عبد يحرث أو يرعى فيقول له لدى رجوعه من الحقل تقدم في الحال واتكئ ألا يقول له بالأحرى أحضر لي ما أتعش به وشد وسطك بالحزام واخدمني حتى آكل وهل يشكر العبد لأنه عمل ما أمر به هكذا أنتم أيضا عندما تعملون كل ما تؤمرون به قولوا إنما نحن عبيد غير نافعين قد عملنا ما كان واجبا علينا وفيما هو صاعد إلى أوريشليم مر في وسط منطقتين السامرة والجليل ولدى دخوله إحدى الكرة لاكاه عشرة رجال مصابين بالبرس فوقفوا من بعيد ورفعوا الصوت قائلين يا يسوع يا سيد رحمنا فرآهم وقال لهم اذهبوا واعرضوا أنفسكم على الكهنة وفيما كانوا ذاهبين طهروا فلما رأى واحد منهم أنه قد طهر عاد وهو يمجد الله بصوت عار وخر على وجهه عند قدميه مقدما له الشكر وكان هذا سامريا فتكلم يسوع قائلا أما طهر العشرة فأين التسع ألم يوجد من يعود ويقدم المجد لله سوى هذا الأجنبي ثم قال له كم وامضي في سبيلك إن إيمانك قد خلصك وإذ سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله أجابهم قائلا إن ملكوت الله لا يأتي بعلامة منظورة ولا يقالوا ها هو هنا أو ها هو هناك فهإن ملكوت الله في داخلكم ثم قال لتلميذه سيأتي زمان تتشوكون فيه أن تروا ولو يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا وسوف يقول بعضهم لكم ها هو هناك أو ها هو هنا فلا تذهبوا ولا تدبعوهم فكما أن البرك الذي يلمع تحت السماء من إحدى الجهات يضيء في جهة أخرى هكذا يكون ابن الإنسان يوم يعود ولكن لابد له أولا من أن يعاني آلاما كثيرة وأن يرفضه هذا الجيل وكما حدث في زمان نوح هكذا أيضا سوف يحدث في زمان ابن الإنسان كان الناس يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح السفينة وجاء الطوفان فأهلكت جميع وكذلك كما حدث في زمان لوط ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون ولكن في اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم أمطر الله من السماء نارا وكبريتا فأهلكت جميع هكذا سيحدث في يوم ظهور ابن الإنسان فمن كان في ذلك اليوم على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها ومن كان في الحقل كذلك فلا يرجع إلى الوراء تذكروا زوجة لوط من يسعى لإنقاذ حياته يفقدها ومن فقدها يحافظ عليها أقول لكم في تلك الليلة يكون اثنان نائمين على سرير واحد فيأخذ الواحد ويطرك الآخر وتكون اثنتان تطحنان معا فتأخذ الواحدة وتترك الأخرى ويكون اثنان في الحقل فيأخذ الواحد ويطرك الآخر فرد سائلين أين يا رب فقال لهم حيث تكون الجيفة هناك تتجمع النصور الأصحاح الثامن عشر وضرب لهم مثلا في وجوب الصلاة دائما ودون ملل قال كان في مدينة قاد لا يخاف الله ولا يحترم إنسانا وكان في تلك المدينة أرملة كانت تأتي إليه قائلة أنصفني من خصمي فظل يرفض طلبها مدة من الزمن ولكنه بعد ذلك قال في نفسه حتى لو كنت لا أخاف الله ولا أحترم إنسانا فمهما يكن فلأن هذه الأرملة تزعجني سأنصفها لألا تأتي دائما فتصدع رأسي وقال الرب اسمعوا ما يقوله القاد الظالم أفلا ينصف الله مختاري الذين يصرخون إليه نهارا وليلا أما يصرع في الاستجابة لهم أقول لكم إنه ينصفهم سريعا ولكن عندما يعود ابن الإنسان أيجد إيمانا على الأرض وضرب أيضا هذا المثل لأناس يثكون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتكرون الآخرين صعد إنسانان إلى الهيكل ليصليا أحدهما فريسي والآخر جابي ضرائب فوقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا أشكر قراء الله لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزنا ولا مثل جابي الضرائب هذا أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشر كل ما أجنيه ولكن جابي الضرائب وقف من بعيد وهو لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء بل قرع صدره قائلا ارحمني يا الله أنا الخاطئ أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر فإن كل من يرفع نفسه يوضع ومن يضع نفسه يرفع وأحضر بعضهم أطفالا أيضا ليلمسهم ولكن التلميذ لما رأوهم زجروهم أما يسوع فدعاهم إليه وقال دعوا الصغار يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله كأنه ولد صغير فلا يدخله أبدا وسأله واحد من الرؤساء قائلا أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية ولكن يسوع قال له لماذا تدعون الصالح ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله أنت تعرف الوصاية لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور أكرم أباك وأمك فقال هذه كلها عملت بها منذ صغري فلما سمع يسوع هذا قال له ينقصك شيء واحد بيع كل ما عندك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماوات ثم تعالى اتبعني ولكنه لما سمع ذلك حزن حزنا شديدا لأنه كان غنيا جدا فلما رأى يسوع ذلك منه قاله ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله فإن مرور جمل في ثقب إبرة أسهل من دخول غني إلى ملكوت الله فقال الذين سمعوا ذلك إذن من يقدر أن يخلص فقال إن المستحيل عند الناس مستطاع عند الله فقال بطرس ها نحن قد ترقنا كل شيء وتبعناك فقال لهم الحق أقول لكم ما من أحد ترك بيتا أو زوجة أو إخوة أو والدين أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا وينال أضعاف ذلك في هذا الزمان وينال في الزمان الآت الحياة الأبدية ثم انتحى بالاثني عشر وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم وسوف تتم جميع الأمور التي كتبها الأنبياء عن ابن الإنسان فإنه سيسلم إلى أيدي الأمم فيستهزأ به ويهان ويبسك عليه وبعد أن يزلدوه يقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم ولكنهم لم يفهموا شيئا من ذلك وكان هذا الأمر خافيا عنهم ولم يدركوا ما قيل ولما وصل إلى جوار أريحة كان أحد العميان جالسا على جانب الطريق يستعطي فلما سمع مرور الجمع استخبر عما عسى أن يكون ذلك فقيل له إن يسوع الناصري مار من هناك فناد قائلا يا يسوع بن داود فزجره السائرون في المقدمة ليسكد ولكنه أخذ يزيد صراخا أكثر يا بن داود فتوقف يسوع وأمر أن يؤتى به إليه فلما اقترب سأله ماذا تريد أن أفعل لك فقال يا رب أن ترد لي البصر فقال له يسوع أبصر إيمانك قد شفاك وفي الحال أبصر وتبعه وهو يمجد الله ولما رأى جميع الشعب ذلك سبحوا الله الأصحاح التاسع عشر ثم دخل أريحة واجتاز فيها وإذا هناك رجل اسمه زكة رئيس لجبات الضرائب وكان غنيا وقد سعى أن يرى من هو يسوع فلم يقدر بسبب الزحام لأنه كان قصير القامة فتقدم راقدا وتسلق شجرة جميز لعله يرى يسوع فقد كان سيمر من هناك فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع نظره ورآه فقال له يا زكة أسرع وانزل لأنه لا بد أن أقيم اليوم في بيتك فأسرع ونزل واستقبله بفرح فلما رأت جميع ذلك تضمروا قائلين قد دخل ليبيت عند رجل خاطئ ولكن زكة وقف وقال للرب يا رب ها أنا أعطي نصف أموالي للفكراء وإن كنت قد اختصبت شيئا من أحد أرد له أربعة أضعاف فقال له يسوع اليوم تم الخلاص لهذا البيت إذ هو أيضا ابن إبراهيم فإن ابن الإنسان قد جاء ليبحث عن الهالكين ويخلصهم وبينما هم يستمعون إلى هذا الكلام عاد فضرب مثلا لأنه كان قد اقترب من أور شليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله على وشك أن يعلن حالا فقال ذهب إنسان نبيل إلى بلد بعيد ليتسلم له ملكا ثم يعود فاستدع عبيده العشرة وأودعهم عشر وزنات وقال لهم تاجروا إلى أن أعود ولكن أهل بلده كانوا يبغدونه فأرسلوا في إثره وفدا قائلين لا نريد أن يملك هذا علينا ولدى عودته بعدما تسلم الملك أمر أن يدعى إليه هؤلاء العبيد الذين أوضعهم المال ليعرف ما ربحه كل واحد منهم بتجارته فتقدم الأول قائلا يا سيد إن وزنتك ربحت عشر وزنات فقال له حسنا فعلت أيها العبد الصالح فلأنك كنت أمينا فيما هو قليل فكن واليا على عشر مدن وتقدم الثاني قائلا يا سيد إن وزنتك ربحت خمس وزنات فقال له أيضا وكن أنت واليا على خمس مدن ثم تقدم عبد آخر قائلا يا سيد ها هي وزنتك التي حفظتها مطوية في منديل فقد كنت أخاف منك لأنك إنسان قاس تستوفي ما لم تستودعه وتحصد ما لم تزرعه فقال له من فمك سأحكم عليك أيها العبد الشرير عرفت أني إنسان قاس أستوفي ما لم أستودعه وأحصد ما لم أزرعه فلماذا لم تودع مالي في المصرف فكنت أستوفيه مع الفائدة عند عودتي ثم قال للواقفين هناك خذوا منه الوزنة واعطوها لصاحب الوزنات العشر فقال له يا سيد إن عنده عشر وزنات فقال إني أقول لكم إن كل من عنده يعطى المزيد وأما من ليس عنده فحتى الذي عنده ينتزع منه وأما أعداء أولئك الذين لم يريد أن أملك عليهم فأحضروهم إلى هنا واذبحوهم قدامي وبعدما قال هذا الكلام تقدم صاعدا إلى أوريشليم ولما اقترب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل المعروف بجبل الزيتون أرسل اثنين من تلميذه قائلا اذهبا إلى القرية المقابلة لكما وعندما تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يركب عليه أحد من الناس قط فحلا رباطه واحضراه إلى هنا وإن سألكما أحد لماذا تحلان رباطه فقولا له هكذا لأن الرب بحاجة إليه فذهب التلميذان اللذان أرسلا في طريقهما ووجدا كما قال الرب لهما وفيما كانا يحلان رباط الجحش سألهما أصحابه لماذا تحلان رباط الجحش فقالا لأن الرب بحاجة إليه ثم أحضراه إلى يسوع ووضعا ثيابهما على الجحش وأركبا يسوع وبينما هو سائر أخذوا يفرشون الطريق بثيابهم ولما اقترب من أوري شليم إذ وصل إلى منحدر جبل الزيتون أخذ جماعة التلميذ يهتفون جميعا بفرح المسبحين الله بصوت عال على جميع المعجزات التي شاهدوها فيقولون مبارك الملك الآتي باسم الرب سلام في السماء ومجد في الأعالي ولكن بعض الفريسيين من الجمع قالوا له يا معلم ازجر تلميذك فأجابهم قائلا أقول لكم إن سكت هؤلاء هتفت الحجارة ولما اقترب وراء المدينة بك عليها قائلا ليتك أنت أيضا في يومك هذا عرفت ما فيه سلامك ولكن ذلك محجوب الآن عن عينيك فستأتي عليك أيام يحاصرك فيها أعداءك بالمتاريس ويضدقون عليك ويشددون عليك الحصار من كل جهة ويهدمونك على أبنائك الذين فيك فلا يتركون فيك حجرا فوق حجر لأنك لم تعرف وقت افتقاد الله لك ولدى دخوله الهيكل أخذ يطرد الذين كانوا يبيعون فيه ويشترون قائلا لهم قد كتب إن بيته هو بيت للصلاة أما أنتم فقد جعلتموه مغارة لصوص وكان يعلم يوما فيوما في الهيكل وسعر أساء الكهنة والكتب ووجهاء الشعب إلى قتله ولكنهم لم يهتدوا إلى ما يفعلون لأن الشعب كله كان ملتصقا به للاستماع إليه الأصحاح العشرون وفيما كان يعلم الشعب في الهيكل ذات يوم ويبشر تصد له رؤساء الكهنة والكتب مع الشيوخ وخاطبوه قائلين كلنا بأية سلطة تفعل ما فعلت أو من منحك هذه السلطة فأجابهم يسوع قائلا وأنا أيضا أسألكم أمرا واحدا فأجيبوني عنه أمن السماء كانت معمودية يوحنى أم من الناس فتشاور فيما بينهم قائلين إن كلنا من السماء يقول ولماذا لم تؤمنوا به وإن كلنا من الناس يرجمنا الشعب كله لأنهم مقتنعون أن يوحنى كان نبيا فأجابوا إنهم لا يعرفون من أين هي فقال لهم يسوع وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أفعل ما فعلت وأخذ يكلم الشعب بهذا المثل غرس إنسان كرما وسلمه إلى مزارعين وصافر مدة طويلة وفي موسم القطاف أرسل إلى المزارعين عبدا لكي يعطوه من ثمر الكرم ولكن المزارعين ضربوه وردوه فارغ اليدين فعاد وأرسل عبدا آخر إلا أنهم ضربوه أيضا وأهانوه وردوه فارغ اليدين ثم عاد وأرسل عبدا ثالثا فجرحوه وطرحوه خارج الكرم فقال رب الكرم ماذا أفعل سأرسل ابن الحبيب لعلهم يهابونه ولكن ما إن رآه المزارعون حتى تشاوروا فيما بينهم قائلين هذا هو الوريث فلنقتله ليصير الميراث لنا فطرحوه خارج الكرم وقتلوا فماذا إذن يفعل رب الكرم بهم إنه يأتي ويهلك أولئك المزارعين ويسلم الكرم إلى غيرهم فلما سمعوا ذلك قالوا حاشا ولكنه نظر إليهم وقال إذن ما معنى هذه الآية المكتوبة الحجر الذي رفضه البناء هو نفسه صار حجر الزاوية الأساسي من يقع على هذا الحجر يتكسر ومن يقع الحجر عليه يسحكه صحقا فسعر أساء الكهنة والكتب إلى إلقاء القبض عليه في تلك الساعة عينها ولكنهم خافوا الشعب فقد أدركوا أنه عناهم بهذا المثل فجعلوا يراقبونه وبثوا حوله جواسيس يتظاهرون أنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة يقولها فيسلموه إلى قضاة الحاكم وسلطته فقالوا يسألونه يا معلم نعلم أنك تتكلم وتعلم بالصدق فلا تراعي مقامات الناس بل تعلم طريق الله بالحق أفيحل لنا أن ندفع الجزية للقيصر أم لا فأدرك مكرهم وقال لهم أروني دينارا لمن الصورة والنقش عليه فأجابوا للقيصر فقال لهم إذن أعطوا ما للقيصر للقيصر وما لله لله فلم يتمكنوا من الإيقاع به أمام الشعب بكلمة يقولها فسكتوا مدهوشين مما سمعوا وتصد له بعض الصدقيين الذين ينكرون أمر القيامة وسألوه كالين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ متزوج وليس له ولد فعلى أخيه أن يتزوج بأرملته ويقيم نسلا على اسم أخيه فقد كان هناك سبعة إخوة فرد عليهم يسوع قائلا أبناء الزمان الحاضر يزوجون ويزوجون أما الذين حسبوا أهلا للمشاركة في الزمان الآتي والقيامة من بين الأموات فلا يزوجون لكن الله ليس إله أموات بل هو إله أحياء فإن الجميع يحيون لديه فقال بعض الكتب يا معلم أحسنت الكلام ولم يجرأ أحد بعد ذلك أن يسأله شيئا وقال لهم كيف يقال إن المسيح وابن داود فيما يقول داود نفسه في كتاب المزمير قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك إذن داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه وفيما كان جميع الشعب يزغون قال لتلميذه احذروا من الكتبة الذين يرغبون التجول بالأثواب الفطفادة ويحبون طلق التحيات في الساحات العامة وصدور المجالس في المجامع وأماكن الصدارة في الولائم يلتهمون بيوت الأرامل ويتضرعون بإطالة الصلوات هؤلاء ستنزل بهم دينونة أقسى الأصحاح الحادي والعشرون وتطلع فرأى الأغنياء يلكون تقدماتهم في صندوق الهيكل ورأى أيضا أرملة فقيرة تلقي فيه فلسين فقال الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر منهم جميعا لأن هؤلاء جميعا قد ألقوا في التقدمات من الفائد عنهم وأما هي فمن حاجتها ألقت كل ما تملكه لمعيشتها وإذ تحدث بعضهم عن الهيكل بأنه مزين بالحجارة الجميلة وتحف النظور قال إن هذا الذي ترونه ستأتي أيام لا يبقى فيها حجر منه فوق حجر إلا ويهدم فسألوه قائلين يا معلم متى يحدث هذا وما هي العلامة التي تظهر حين يقترب وقوعه فقال انتبهوا لا تضلوا فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين إني أنا هو وإن الزمان قد اقترب فلا تدبعوهم عندما تسمعون بالحروب والاضطرابات فلا ترتعب لأن هذه الأمور لا بد من حدوثها أولا ولكن النهاية لا تأتي حالا بعدها ثم قال لهم ستنقلب أمة على أمة ومملكة على مملكة وتحدث في عدة أماكن زلازل شديدة ومجاعات وأوبئة وتظهر علامات مخيفة وآيات عظيمة من السماء ولكن قبل هذه الأمور كلها يمد الناس أيديهم إليكم ويضطهدونكم فيسلمونكم إلى المجامع والسجون ويسوقونكم للمثول أمام الملوك والحكام من أجل اسمي ولكن ذلك سيتيح لكم فرصة للشهادة فضعوا في قلوبكم ألا تعدوا دفاعكم مسبقا فإني سوف أعطيكم كلاما وحكمة لا يقدروا جميع مقاوميكم أن يردوها أو يناقضوها وسوف يسلمكم حتى الوالدون والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون بعضا منكم وتكونون مكروهين لدى الجميع من أجل اسمي ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك البتة فبإحتمالكم تربحون أنفسكم وعندما ترون أوريشاليم محاصرة بالجيوش فاعلموا أن خرابها قد اقترب عندئذ ليهرب الذين في منطقة اليهودية إلى الجبال وليرحل من المدينة من هم فيها ولا يدخلها من هم في الأرياف فإن هذه الأيام أيام انتقام يتم فيها كل ما قد كتب ولكن الويل للحبال والمردعات في تلك الأيام لأن ضيقة عظيمة سوف تقع على الأرض وغضبا شديدا سينزل بهذا الشعب فيسقطون بحد السيف ويساكون أسر إلى جميع الأمم وتبقى أوريشاليم تدوسها الأمم إلى أن تكتمل أزمنة الأمم وستظهر علامات في الشمس والقمر والنجوم وتكون على الأرض ضيقة على الأمم الواقعة في حيرة لأن البحر والأمواج تعج وتجيش ويغمى على الناس من الرعب ومن توقع ما سوف يجتاح المسكونة إذ تتزعزع قوات السماوات عندئذ يرون ابن الإنسان آتيا في السحاب بكوة ومجد عظيم ولكن عندما تبدأ هذه الأمور تحدث فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن فداءكم يقترب وضرب لهم مثلا انظروا إلى التينة وباقي الأشجار عندما ترونها قد أورقت تعلمون من تلقاء أنفسكم أن الصيف بات قريبا فهكذا أنتم أيضا عندما ترون هذه الأمور حادثة فاعلموا أن ملكوت الله بات قريبا الحق أقول لكم لا يزول هذا الجيل أبدا حتى تحدث هذه كلها إن السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول أبدا ولكن احضروا لأنفسكم لألا تتفقل قلوبكم بالانغماس في الملذات وبالسكر وهموم الحياة فيدهمكم ذلك اليوم فجأة فانه سوف يطبقوا كالفخ على جميع الساكنين على وجه الأرض كلها فاصهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تتمكنوا من أن تنجوا من جميع هذه الأمور التي هي على وشك أن تحدث وتقف أمام ابن الإنسان وكان في النهار يعلموا في الهيكل وفي الليل يخرجوا ويبيتوا في الجبل المعروف بجبل الزيتون وكان جميع الشعب يبكرون إليه في الهيكل ليستمعوا إليه الأصحاح الثاني والعشرون واقترب عيد الفطير المعروف بالفسح وما زال رؤساء الكهنة والكتب يسعون كي يقتلوا يسوع لأنهم كانوا خائفين من الشعب ودخل الشيطان في يهوذ الملقب بالإصخريوطي وهو في عداد الإثني عشر فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وكواد حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم ففرحوا واتفقوا أن يعطوه بعض المال فرضي وأخذ يتحين فرصة ليسلمه إليهم بعيدا عن الجمع وجاء يوم الفطير الذي كان يجب أن يذبح فيه حمل الفصح فأرسل بطرس ويحن قائلا اذهبا وجهزا لنا الفصح لنأكل فسألاه أين تريد أن نجهز فقال لهما حالما تدخلان المدينة يلاقيكما إنسان يحمل جرة ماء فالحقابه إلى البيت الذي يدخله وقولا لرب ذلك البيت يقول لك المعلم أين غرفة الضيوف التي آكلوا فيها حمل الفصح مع تلميذ فيريكما غرفة في الطبقة العليا كبيرة ومفروشة هناك تجهزان فانطلقا ووجدا كما قال لهما وجهزا الفصح ولما حانت الساعة اتكأ ومعه الرسل وقال لهم اشتهيت بشوقنا آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم فأني أقول لكم لن آكل منه بعد حتى يتحقق في ملكوت الله وإذ تناول كأسا وشكرا قال خذوا هذه واقتسموها بينكم فانأقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله وإذ أخذ رغيفا شكرا وكسرا وأعطاهم قائلا هذا جسد الذي يبزل لأجلكم هذا فعلوه تذكارا لي وكذلك أخذ الكأس أيضا بعد العشاء وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك لأجلكم ثم إن يد الذي يسلمني هي معي على المائدة فابن الإنسان لا بد أن يمضي كما هو محتوم ولكن الويل لذلك الرجل الذي يسلمه فأخذوا يتساءلون فيما بينهم من منهم يوشكوا أن يفعل هذا وقام بينهم أيضا جدال في أيهم يحسب الأعظم فقال لهم إن ملوك الأمم يسدونهم وأصحاب السلطة عندهم يدعون محسنين وأما أنتم فلا يكن ذلك بينكم بل يكن الأعظم بينكم كالأصغر والقائد كالخادم فمن هو أعظم الذي يتكئ أم الذي يخدم أليس الذي يتكئ ولكني أنا في وسطكم كالذي يخدم أنتم هم الذين صمدوا معي في تجاربي وأنا أعين لكم كما عين لي أبي ملكوتا لكي تأكلوا وتشربوا على مائذتي في ملكوتي وتجلسوا على عروش تدينون أصباط إسرائيل الاثني عشر سمعان سمعان ها إن الشيطان قد طلبكم لكي يغرب لكم كما يغربل القمح ولكني تضرعت لأجلك لكي لا يخيب إيمانك وأنت بعد أن تسترد ثبت إخوتك فقال له يا رب إني مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت معا فقال إني أقول لك يا بطرس إن الديك لا يصيح اليوم حتى تكون قد أنقرت ثلاث مرات أنك تعرفني ثم قال لهم حين أرسلتكم بلا سرة مال ولا كيس زاد ولا حذاء هل احتجتم إلى شيء فقال لا فقال لهم أما الآن فمن عنده سرة مال فليأخذها وكذلك من عنده حقيبة زاد ومن ليس عنده فليبع رداءه ويشتري سيفا فإني أقول لكم إن هذا الذي كتب عد مع المجرمين لابد أن يتم فيه لأن كل نبوة تختص بي لها إتمام فقالوا يا رب هاهنا سيفان فقال لهم كفى ثم انطلق وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه التلميذ أيضا ولما وصل إلى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة وابتعد عنهم مسافة تقارب رمية حجر وركع يصلق إلى يا أبي إن شئت أبعد عني هذه الكأس ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك وظهر له ملاك من السماء يشدده وإذ كان في صراع أخذ يصل بأشد الحاح حتى إن عركه صار كقطرات دم نازلة على الأرض ثم قام من الصلاة وجاء إلى التلاميذ فوجدهم نائمين من الحزن فقال لهم ما بالكم نائمين كوموا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة وفيما هو يتكلم إذا جمع يتقدمهم المدعو يهوذا وهو واحد من الاثنين عشر فتقدم إلى يسوع ليقبله فقال له يسوع يا يهوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان فلما رأى الذين حوله ما يوشك أن يحدث قالوا يا رب أن أضرب بالسيف وضرب أحدهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى فأجاب يسوع قائلا قفوا عند هذا الحد ولمس أذنه فشفاه وقال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد حرس الهيكل والشيوخ الذين أقبلوا عليه أكما على لص خرجتم بالسيوف والعصي عندما كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمد أيديكم علي ولكن هذه الساعة لكم والسلطة الآن للظلام وإذ قبضوا عليه ساكوه حتى دخلوا به كصر رئيس الكهنة وتبعه بطرس من بعيد ولما شعلت نار في ساحة الدار وجلس بعضهم حولها جلس بطرس بينهم فرأته خادمة جالسا عند الضوء فدققت النظر فيه وقالت وهذا كان معه ولكنه أنقر قائلا يا امرأة لست أعرفه وبعد وقت قصير رآه آخر فقال وأنت منهم ولكن بطرس قال يا إنسان ليس أنا وبعد مضي ساعة تقريبا قال آخر مؤكدا حقا إن هذا كان معه أيضا لأنه أيضا من الجليل فقال بطرس يا إنسان لست أدري ما تقول وفي الحال وهو ما زال يتكلم صاحديك فالتفت الرب ونظر إلى بطرس فتذكر بطرس كلمة الرب إذ قال له قبل أن يصيح الديك تكون قد أنكرتني ثلاث مرات وانطلق إلى الخارج وبكى بكاء مرّا أما الرجال الذين كانوا يحرسون يسوع فقد أخذوا يسخرون منه ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه تنبأ من الذي ضربك ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب المؤلف من رأساء الكهنة والكتبة وصاقوه أمام مجلسهم وقالوا إن كنت أنت المسيح فقل لنا فقال لهم إن قلت لكم لا تصدقون وإن سألتكم لا تجيبونني إلا أن ابن الإنسان من الآن سيكون جالسا عن يمين قدرة الله فقالوا كلهم أأنت إذن ابن الله قال لهم أنتم قلتم إني أنا هو فقالوا أية حاجة بنا بعد إلى شهود فنحن قد سمعنا شهادة من فمه الأصحاح الثالث والعشرون فقامت جماعتهم كلها وصاق يسوع إلى بيلاطس وبدأوا يتهمونه قائلين تبين لنا أن هذا يضلل أمتنا ويمنع أن تدفع الجزية للقيصر ويدعي أنه المسيح الملك فسأله بيلاطس أأنت ملك اليهود فأجابه أنت قلت فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع لا أجد ذنبا في هذا الإنسان ولكنهم ألح قائلين إنه يثير الشعب معلما في اليهودية كلها ابتداء من الجليل حتى هنا فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل استفسر هل الرجل من الجليل؟ وإذ علم أنه تابع لسلطة هيرودس أحاله على هيرودس إذ كان هو أيضا في أورشليم في تلك الأيام ولما رأى هيرودس يسوع فرح جدا لأنه كان يتمنى من زمان طويل أن يراه بسبب سماعه الكثير عنه ويرجو أن يرى آية تجر على يده فسأله في قضايا كثيرة أما هو فلم يجبه عن شيء ووقف رؤساء الكهنة والكتب يتهمونه بعنف فاحتقروا هيرودس وجنوده وسخر منه إذ ألبسه ثوبا براقا ورده إلى بيلاطس وصار بيلاطس وهيرودس صديقين في ذلك اليوم وقد كانت بينهما عداوة سابقة فدع بيلاطس رؤساء الكهنة والكواد والشعب وقال لهم أحضرتم إلي هذا الإنسان على أنه يضلل الشعب وها أنا بعدما فحصت الأمر أمامكم لم أجد في هذا الإنسان أي ذنب مما تتهمونه به ولا وجد هيرودس أيضا إذ رده إلينا وها إنه لم يفعل شيئا يستوجب الموت فسأجلده إذن وأطلقه وكان علي أن يطلق لهم في كل عيد سجينا واحدا ولكنهم صرخوا بجملتهم أقتل هذا واطلق لنا باراباس وكان ذاك قد ألقي في السجن بسبب فتنة حدثت في المدينة وبسبب قتل فخاطبهم بيلاطس ثانية وهو راغب في إطلاق يسوع فردوا صارخين صلبه صلبه فسألهم ثالثة فأي شر فعل هذا لم أجد فيه ذنبا عقوبته الموت فسأجلده إذن وأطلقه فأخذوا يلحون صارخين بأصوات عالية طالبين أن يصلب فتغلبت أصواتهم وحكم بيلاطس أن ينفذ طلبهم فأطلق الذي كان قد ألقي في السجن بسبب الفتنة والقتل ذاك الذي طلبوا إطلاقه وأما يسوع فسلمه إلى إرادتهم وفيما هم يسوقونه إلى الصلب أمسكوا رجلا من القيروان اسمه سمعان كان راجعا من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع وقد تبعه جمع كبير من الشعب ومن نساء كنا يولولنا ويندبنه فالتفت إليهن يسوع وقال يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكنا وعلى أولادكنا فهإن أياما ستأتي فيها يقول الناس توب للعواكر اللواتي ما حملت بطونهن ولا أردعت أثداؤهن عندئذ يقولون للجبال اسكتي علينا والالتلال غطينا فإن كانوا قد فعلوا هذا بالغصن الأخضر فماذا يجري لليابس وصيق إلى القتل مع يسوع أيضا اثنان من المجرمين ولما وصلوا إلى المكان الذي يدعى الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار وقال يسوع يا أبي اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون واقتسموا ثيابه مقترعين عليها ووقف الشعب هناك يراقبونه وكذلك الرؤساء يتهكمون قائلين خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح المختار عند الله وسخر منه الجنود أيضا فكانوا يتقدمون إليه ويقدمون له خلا قائلين إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك وكان معلقا فوقه لافتة كتب فيها هذا هو ملك اليهود وأخذ واحد من المجرمين المصلوبين يجدف عليه فيقول ألست أنت المسيح؟ إذن خلص نفسك وخلصنا ولكن الآخر كلمه زاجرا فقال أحتى أنت لا تخاف الله وأنت تعاني العقوبة نفسها أما نحن فعقوبتنا عادلة لأننا ننال الجزاء العادل لقاء ما فعلنا وأما هذا الإنسان فلم يفعل شيئا في غير محله ثم قال يا يسوع اذكرني عندما تجيء في ملكوتك فقال له يسوع الحق أقول لك اليوم ستكون معي في الفردوس ونحو الساعة السادسة الثانية عشر ظهرا حل الظلام على الأرض كلها حتى الساعة التاسعة الثالثة بعد الظهر وأظلمت الشمس وانشطر سطار الهيكل من الوسط وقال يسوع صارخا بصوت عظيم يا أبي في يديك استودع روحي وإذ قال هذا أسلم الروح فلما رأى قائد المئة ما حدث مجد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا كذلك الجموع الذين احتشدوا لراقبوا مشهد الصلب لما رأوا ما حدث رجعوا كارعين الصدور أما جميع معارفه بمن فيهم النساء اللواتي تبعنه من الجليل فقد كانوا واقفين من بعيد يراقبون هذه الأمور وكان في المجلس الأعلى إنسان اسمه يوسف وهو إنسان صالح وبار لم يكن موافقا على قرار أعضاء المجلس وفعلتهم وهو من الرامة يحدى مدن اليهود وكان من منتظري ملكوت الله فإذا به قد تقدم إلى بيلاطس وطلب جثمان يسوع ثم أنزله من على الصليب وكفنه بكتان ووضعه في كبر منحوت في الصخر لم يدفن فيه أحد من قبل وكان ذلك النهار يوم الإعداد للسبت الذي كان قد بدأ يقترب وتبعت يوسف النساء اللواتي خرجنا من الجليل مع يسوع فرأينا الكبر وكيف وضع جثمانه ثم رجعنا وهيأنا حنوطا وطيبا واسترحنا يوم السبت حسب الوصية الأصحاح الرابع والعشرون ولكن في اليوم الأول من الأسبوع باكرا جدا جئنا إلى الكبر حاملات الحنوط الذي هيأناه فوجدنا أن الحجر قد دحرج عن الكبر ولكن لما دخلنا لم يجدنا جثمان الرب يسوع وفيما هن متحيرات في ذلك إذا رجلاني بثياب براكة قد وقفا بجانبهن فتملكهن الخوف ونكسن وجوههن إلى الأرض عندئذ قال لهن الرجلان لماذا تبحثنا عن الحي بين الأموات إنه ليس هنا ولكنه قد قام اذكرنا ما كلمكم به إذ كان بعد في الجليل فقال إن ابن الإنسان لا بد أن يسلم إلى أيدي أناس خاطئين فيصلب وفي اليوم الثالث يكون فتذكرنا كلامه وإذ رجعنا من الكبر أخبرنا الأحد عشر والآخرين كلهم بهذه الأمور جميعا وكانت اللوات أخبرنا الرسل بذلك هن مريم المجدلية ويونة ومريم أم يعقوب والأخريات اللوات ذهبنا معهن فبدى كلامهن في نظر الرسل كأنه هزيان ولم يصدقوهن إلا أن بطرس قام ورقد إلى الكبر وإذ انحنى رأى الأكفان الملفوفة وحدها ثم مضى متعجبا مما حدث وكان إثنان منهم منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية تبعد ستين غلوة نحو سبعة أميال عن أورشليم اسمها عمواس وكانا يتحدثان عن جميع ما حدث وبينما هما يتحدثان ويتباحثان إذا يسوع نفسه قد اقترب إليهما وصار معهما ولكن أعينهما حجبت عن معرفته وسألهما أي حديث يجري بينكما وأنتما سائران فتوقفا عابسين وأجاب أحدهما واسمه كوليوباس فقال له أأنت وحدك الغريب النازل فؤور شليم ولتعلم بما حدث فيها في هذه الأيام فقال لهما ماذا حدث فقالا ما حدث ليسوع الناصري الذي كان نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله والشعب كله وكيف سلمه رؤساء الكهنة وحكامنا إلى عقوبة الموت وصلبوه ولكننا كنا نرجو أنه الموشك أن يفدي إسرائيل ومع هذا كله فاليوم هو اليوم الثالث منذ حدوث ذلك على أن بعض النساء منا أزهلننا إذ قصدنا إلى الكبر باكرا ولم يجدنا يثمانا فرجعنا وكنا معنا إنهن شاهدنا رؤية ملاكين يقولان إنه حي فذهب بعض الذين معنا إلى الكبر فوجدوا الأمر صحيحا على حد ما قالت النساء أيضا وأما هو فلم يروه فقالا لهما يا قليلي الفهم وبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان لابد أن يعاني المسيح هذه الآلام ثم يدخل إلى مجده ثم أخذ يفسر لهما منطلقا من موسى ومن الأنبياء جميعا ما ورد عنه في جميع الكتب ثم اقتربوا من الكرية التي كانت تلميذان يقصدانها وتظاهر هو بأنه ذاهب إلى مكان أبعد فألحا عليه قائلين إنزل عندنا فقد مال النهار واقترب المساء فدخل لينزل عندهما ولما اتكأ معهما أخذ الخبز وبارك وقصر وأعطاهما فانفتحت أعينهما وعرفا ثم اختفى عنهما فقال أحدهما للآخر أما كان قلبنا يلتهب في صدورنا في مكان يحدثنا في الطريق ويشرح لنا الكتب ثم قاما في تلك الساعة عينها ورجعا إلى أوري شليم فوجدال أحد عشر والذين معهم مجتمعين وكانوا يقولون حقا إن الرب قام وقد ظهر لسمعان فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز وفيما هما يتكلمان بذلك وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم ولكنهم لذعرهم وخوفهم توهموا أنهم يرون شبحا فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تنبعث الشكوك في قلوبكم انظروا يدي وقدمي فأنا هو بنفسي إلمسوني وتحققوا فإن الشبح ليس له لحم وعظام كما ترون لي وإذ قال ذلك أراهم يديه وقدميه وإذ ما زالوا غير مصدقين من الفرح ومتعجبين قال لهم عندكم هنا ما يؤكل فناولوه قطعة سمك مشوي فأخذها أمامهم وأكل ثم قال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا ما زلت بينكم إنه لابد أن يتم كل ما كتب عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير ثم فتح أزهانهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا كتب وهكذا كان لابد أن يتألم المسيح ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث وأن يبشر باسمه بالتوبة وغفران الخطايا في جميع الأمم انطلاقا من أورشالين وأنتم شهود على هذه الأمور وها أنا سأرسل إليكم ما وعد به أبي ولكن أقيموا في المدينة حتى تلبسوا القوة من الأعالي ثم اقتادهم إلى خارج المدينة إلى بيت عني وباركهم رافعا يدي وبينما كان يباركهم انفصل عنهم وأصعدا إلى السماء فسجدوا له ثم رجعوا إلى أورشالين بفرح عظيم وكانوا يذهبون دائما إلى الهيكل حيث يسبحون الله ويباركونه